الأهل النهاردة بشكل رسمي خسر الدوري موسم 2021-2022 للموسم الثاني على التوالي زي أي فريق كبير في العالم ممكن يخسر شوية بعد ما بيكسب كتير خسارة الدوري عمرها ما تبقى نهية العالم خصوصاً وإحنا بنتكلم عن الأهل اللي دولابه مليان بطولات خسارة ممكن تكون دافع لقدام يرجع بها الفريق يحصد بطولات ويعمل إنجازات زي العادة المهم إن الأهل يحط ييده على أخطاء حصلت ويدعم الفريق بلاعبين تساعد الفريق في المستقبل الخسارة زعل جماهير الأهلي أكيد بس سكتهم في نديهم تخليهم يتفعلوا جداً باللجاية يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 النهاردة الأهلي تعادل سلبياً مع الإسماعيلي دون أهداف وخسر النادي الأهلي رسمياً بفارق النقاط عن الزمالك المتصدر الدوري المصري الممتاز عن موسم 2021-2022 مبدأين كده الإسماعيلي عمل مباراة كبيرة النهاردة قدام النادي الأهلي كان الشوت الأول أفضل من النادي الأهلي كان أفضل فيه الشوت التاني وأعتقد أن الفريقين استحقوا التعادل حتى لو كان التعادل السلبي يضيئنا إحنا كمشاهدين للكرة ولكن التعادل عادل بين الأهلي والإسماعيلي ولكن النهاردة خلاص نقدر نتكلم بشكل واضح أنه الأهلي خسر الدوري رقمياً ورسمياً الأهلي خسر الدوري الأهلي خسر الدوري عشان كان في بعض الأخطاء وكان في كثير من الظروف الصعبة يعني مباريات كثيرة إرهاق ضغط المباريات إصابات بالجملة أخطاء فنية أخطاء فنية من المدرب السابق وأخطاء فنية من المدرب الحالي في أخطاء حصلت في أخطاء في اختيار اللاعبين اللي يدعموا الفريق في مواسم انتقالات ماضية في أخطاء الأخطاء دي الأهلي هيعالجها الأخطاء دي الأهلي هيتلشها وهيتلفها الفترة اللي جاية خد بالك التاريخ بيقول إيه؟ التاريخ بيقول إن الأهلي بيتعرض لبعض الوقت لبعض العصارات لبعض الخسار لبعض قليل جداً كله قليلة من الخسار ولكن يعود النادي الأهلي سريعاً وكأنها دفع للأمام بعد عدد كبير من البطلات المهمة وبرزع طبعاً آخر بطلتين في أفريقيا أو ما قبل الأخيرة وبرونزتين لكاس العالم وإنجازات بالجملة على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي وعلى مستوى التاريخ وكل شيء ممكن تقوله عن النادي الأهلي بقى يا الأهلي خسر سوبر مصري خسر كاس خسر بطلتين دوري وارد وارد بيقول وارد ليه؟ إن منشستر سيتي بيخسر بطلات ريال مدريد بيخسر بطلات برشلونا بيخسر بطلات بايرن ميونيك بيخسر بطلات باريس سان جرمان بيخسر بطلات وارد إنك وإنت ماشي وإنت فريق كبير وإنت شايف نفسك الأفضل تخسر ليه؟ عشان دي رياضة دي كرة قدم فوارد إنك تخسر بس بما إنك خسرت يبقى فيه أخطاء بما إنك كسبت يبقى فيه مميزات خسرت في أخطاء تتعالج تتحول لمميزات بعد كده مهم إن الأمور في النادي الأهلي تبقى هادئة على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني وعلى المستوى اللعبين وعلى مستوى الجماهير مهم جداً على مستوى جماهير النادي الأهلي إن يبقى عندها ثقة كبيرة جداً بحكم التاريخ وبحكم الماضي إن الأهلي هيعود إن الأهلي هيعود أفضل إن الأهلي هيتحسن إن الأهلي هيعمل صفقات كبيرة وانا بأكد لك مليار في المية انه الاهلي داخل الموسم اللي جاي بصفاقات غير متوقعة بمعنى ايه في صفاقات خلصت شادي حسين مصطفى ميسي في كلام على محمد صبحي في صفاقات بتخلص عن النادي الاهلي رغم ان الصفاقات دي صفاقات محترمة جدا بس مش دي الصفاقات اللي هترضي غرور او طموحات جمعيل النادي الاهلي لسه عايزين يشوفوا لعيبة بأسماء كمان اكبر وتأثيرها هيبقى اكبر وده اللي بيحصل دلوقتي ده اللي بيحصل دلوقتي بالمعنى الحرفي ومش بالمعنى المجازي ده اللي بيحصل دلوقتي وحنا بنتكلم وانا بكلمكم دلوقتي ده خبر خاص لرقم 10 مسؤول النادي الاهلي في الصاحل الشمالي قاعدين مع كريم البلق وكيل الاعمال المشهور جدا في مصر دلوقتي وكيل اعمال اشرف بن شريعة فرجاني ساسي وعدد من لعبين كاسيرين في شمال افريقيا قاعدين معا بيخلصوا معاه لعب مهم جدا لاعب مهم جدا بندور احنا عرفنا الجلسة بس بندور على اللاعب غالبا سوفيان رحيمي غالبا بس لسه هنتأكد من المعلومة غالبا سوفيان رحيمي المعلومة الأكيدة انه مسؤول النادي الأقلي واحنا بنتكلم حالا حالا دلوقتي قاعدين مع كريم بولوك بيخلصوا لاعب مهم جدا من شمال أفريقيا عشان ينضم للفريق الموسم اللي جاي غالبا سوفيان رحيمي المغربي سوفيان رحيمي اللاعب العين الأماراتي غالبا هنتأكد من الاسم وهنقول لحضراتكم ممكن يبقى أكتر من اسم الاهلي بيدور على اللاعبين كلاس A وهيصرف وهيدفع وهيجيب لعيبة مهمة المهم هو بيصرف وبيدفع يكون يتعلم من دروس الماضي الماضي القريب انه في لعيبة الاهلي دفع فيها فلوس كتير قوي بس ما استفادش منها استفادة كبيرة جدا لا اسرف واسرف كتير بس العلى لعبين تستحق نادي الأهلي هيخش الموسم اللي جاي ومعاه فريق تقيل قوي صفقات بالجملة الأهلي على الأقل على الأقل هيبقى عنده تمن لعيبة جدد في الفريق الموسم اللي جاي على الأقل تمن لعيبة ضيف على ده لاعب هيقدر يستفيد منه الموسم اللي جاي شافوا المباراة اللي فادت زياد طارق بقى الشباب اللي لعبوا في النادي الأهلي يعني تحس ان هم لسه محتاجين فرص تانية ممكن يطلقوا عارة ممكن الأهلي يشوفهم أكتر في فرق أخرى مش وحشين بس لسه محتاجين ممكن الظروف الصعبة اللي لعبوا فيها دلوقتي ما خليتهمش يظهروا بالشكل المثالي الرائع بس بذلت لعيبة كويسة ممكن يطلقوا عارة ممكن الأهلي يشوف مثلا في واحد ده أحمد سيد غريب مهاجم بيقدر يستفيد منه وبمناسبة مهاجم أحمد ياسر رايع النهاردة قال انه ما قالش انه عايز يمشي من النادي الأهلي وما قالش انه هو متدائق من وجوده في النادي الأهلي وما قالش الكلام ده خالص بس أقول لكم المعلومة وأقول لكم ما خلف كواليس كلام أحمد ياسر رايع المعلومة ان الأهلي بيفكر يعيل أحمد ياسر رايعن مرة أخرى مش هيبقى موجود في الفريق الموسم اللي جاي أحمد ياسر رايعن شايف انه ما أنا يعني المعاجمين اللي موجودين في النادي الأهلي دلوقتي ممكن ما يكونوش أفضل مني النادي الأهلي راح جاب شادي حسين وشادي حسين أحيان كان بيقعد ليا بديل فيه سرامية كلوبترة كل ده الأهلي بيعمله وأنا موجود طيب ليه ما أخدش فرصة ليه ما ألعبش ليه ما أشاركش دي وجهة نظر أحمد ياسر رايعن مش شارك تكون صحيح ممكن يبقى الجهاز الفني أو لجنة الكرة أو لجنة التقطيط أو إدارة النادي لقيتش فيه حاجة تانية بس دي وجهة نظر أحمد ياسر رايعن طيب هل أحمد ياسر رايعن طلب الرحيل من النادي الأهلي لا هو عايز يكمل مع النادي الأهلي النادي الأهلي هو اللي بيفكر يعير أحمد ياسر رايعن مرة أخرى وهو مهاجم مميز مميز جدا كمان ده بالنسبة لأحمد ياسر ريال نكمل مع النادي الأهلي واللي بيحصل في النادي الأهلي سوارش زي ما قلت لكم من بارح يعني ممكن تقول كده إيه مستقبله مش مضمون مستقبله مش مضمون الراجل آه بيشتغل في الظروف صعبة آه حتى لو راحل دلوقتي ما يجس أبداً الحكم عليه ما ينفعش تقال إنه فشل مع النادي الأهلي بس هغبضل قرارها كل شوية مداش أمارة مداش أمارة هي دي المشكلة إنت عرفت تحس كده فيه مدرب عنده لمح عنده حاجة إنت ريس ما شفتش ده من الكرد السوارش هل الظروف هي اللي مخليها مش عارف يطلق ده وارد جد بس هل الأهلي هيتحمل ياخد مخاطرة مع بداية الموسم اللي جاي في وجود السوارش وارد جد وارد يا وارد الأهلي يقولك لأ أنا اخترت ومصمم على اختياري وراجل ده لما هيشتغل في ظروف جيدة هيبقى كويس وراجل ده احنا عارفينه كويس وإحنا بنتكلم معاته للوقت وعارفين طرق لعبه وعارفين خطته للمستقبل فممكن يقعد معنا ده اللي يشوفه بس بس النادي الأهلي والمسؤولين عن الكرة في النادي الأهلي لأنا ولا حضرتك هنشوفه ليه؟ عشان اللي أنا شفته وحضرتك شفته إنه لأ مداش حاجة كويسة بس هما ممكن يكونوا شايفين المستقبل مهم بس يكونوا شايفينه وشايفينه بشكل جيد ليه؟ عشانه وإنت بتعمل صفقات عديدة وإنت بتختار اللاعبين وإنت بتعرض عليه اللاعبين لازم هو يكون شايف اللاعبين دول بشكل كويس ما هو لازم يختار اللاعب اللي أهلي هيكمل بيه فيبقى اللاعب كويس واللي مخليني الآن شوية من موضوع اختيارات صوارش في اللاعبين اعتماده وحبه الشديد من ميكي سوني قلقني شوية ما عرفش طبعا برضو ممكن تبقى وجهة نظره هو شايف حاجة احنا مش شايفينها بس اعتماد النهاردة ميكي سوني مباراة يعني في منتهى السوق كعدته يعني بيطلع في الديار 84 أو 85 ليه؟ وينزي محمد محمود والأهلي ينشط في آخر خمس دا شوية كتير كتير يعني انت بتتكلم فيه لعب واضح يعني في كل أحوال الأهلي شغال شغال قوي شغال بشكل رائع انا بطمنكم انا بطمن جميعين نادي الأهلي انه الأهلي هيبقى الموسم اللي جاي غير تماما سواء بقى مع سوارش مع مدرب جديد هيبقى فيه صفاقات مميزة ولعبين مهمين وهيبقى فيه مفاجآت كبيرة جدا في اللعبين الرحلين ليه؟ نادي الأهلي شايف انه فيه مجموعة من اللعبين مش اقول عندهم تشبع بس تموحهم مش بعيد مش تموح النادي الأهلي بمعنى ايه؟ انه اللعبة دي هي اللي نجحت الفترات الماضية بس تحس انه هما استكفوا او معندهمش تموح اكبر من كده اللعب اللي مش هيبقى عنده تموح في النادي الأهلي هيمشي وده مرقبه كويس قوي لاجنة التقطيط في النادي الأهلي والمسؤولين على الكرة في النادي الأهلي واعملين حسابهم على ده عشان كده ما تستغربش لو انت حسيت انه فيه اسم كبير في النادي الأهلي مش ما تستغربش أبدا بس هما في الاهلي عارفين ان ده اخره تموحه خلص لحد هنا مش هيدي اكتر من كده اه اسم كبير وماضي جميل بس مش هيدي اكتر من كده ده بالنسبة للنادي الأهلي ما تزعلوش الأمور أبكلم على جبين النادي الأهلي ما تزعلوش الأمور هتحسن أنا بقول لكم أنا كان معايا بارح تليفون مع أحد الأشخاص المسؤولين في النادي الأهلي وقال لي نصا كده قال لي الأهلي اللي شفتوه الموسم ده مستحيل تشوفوه الموسم اللي جاي مستحيل قال لي نصا كده قال لي الأهلي اللي شفتوه الموسم ده مستحيل تشوفوه الموسم اللي جاي ده باختصار شديد للكلام اللي أنا قلته دلوقتي بعد المباراة سوريش قال بعض التصريحات المهم قال هدي الإدارة تقرير وهيكون بيني وبين رئيس النادي فهو يعرف وجهة نظري والأخطاء اللي نقع فيها واللي المفروض نسححها الفترة اللي جاية عشان نبقى أقوى ونعرف ننافس قال كمان اللي أنا باعت به منذ قدومي هو أنه سيكون هناك جداية عالية واحترافية عالية وطموح عالي جدا وبعد ذلك المستقبل أمامكم والنتائج هي التي ستحكم وأنا جاهز لذلك مش ما أقعد به منذ قدومي هو أنه سيكون هناك جداية عالية واحترافية عالية وطموح عالي جدا وبعد ذلك المستقبل أمامكم والنتائج هي ما نستحكم وأنا جاهز لذلك زي ما قلت لكم منذ لحظات تمكنت من معرفة كل لعيب النادي الآلي وقدرات كل منهم وشخصية وعيوب كل لعب فيهم على الله أشكر لعيب النادي الآلي وأحييهم على قدراتهم في العمل وفخور كذلك باللعبين السغر ومن المهم أن يقدم هؤلاء اللعبين مثال طيب وهم يقاتلوا من أجل النادي الآهلي في الملعب ماشي نهاردة كان فيه اعتماد على بعض الشباب بعض الناشئين شفنا أسماء جديد زي الشرقية شفنا لعبين بيعندهم حماس فعلا نروح وعايز أشيد وعايز أشيد جدا جدا بحارس مرمى النادي الآهلي مصطفى شبير نهاردة شالك كورة مزدوجة برد فعل مش طبيعي وعمل مباراة محترمة جدا أنا بشيت به ليه؟ بصراحة مصطفى شبير كده بحكم الاسم بينتقد من بابل الطاقة بس دايماً لما بيشارك بيبقى أدن مسئولية بيبقى راجل بيبقى جدير بالمنافسة وبيقدم مباريات كبيرة وبصراحة شديدة أنا فكرت وسألت نفسي سؤال مصطفى نفس جيل محمد صبحي مصطفى شبير نفس جيل محمد صبحي هل في خلاف إن محمد صبحي من أفضل حراس المرمى في مصر في الوقت الحالي؟ مفيش خلاف بس ليه محمد صبحي من أفضل حراس المرمى في الكرة المصرية دلوقتي؟ عشان بيشارك وبيلعب ما أنت عندك مكلمنا دي لأهدي ما أنت عندك ممكن يلعب ويشارك ويقدي خاصة لأنت عندك الشناوي أساسي ومحدش هيزحزحه حتى لو محمد صبحي جي فعندك عندك مصطفى شبير وأنا لم كنت بقول مصطفى شبير هو اللي مفوضي شجرك في المباريات الماضية عشان فيه توجه في النادي الأهلي إن علي لطفي يمشي يمشي عشان خاطر علي لطفي هو عايز يشارك في المباريات اللي جاي أساسي ويلعب ويبقى موجود في المباريات فممكن يمشي فكان من الأولى إنك تعتمد على حارس ممكن يبقى معاك في المستقبل فلو أنت هتجي محمد صبحي للمستقبل ما أنت عندك حارس مرمى للمستقبل ببساطة شديدة وابن النادي واشتغل مع النادي ولعب في كل قطاعات الناشئين في النادي موجود ده رأي ممكن لقى لي شايف إن محمد صبحي أفضل خلاص يعني يبقى هيلعب محمد صبحي ويمشي مصطفى شبير ده ينطبق مش بس على مصطفى شبير ده ينطبق على زياد طارق ينطبق على محمد أشرف ينطبق على كل أحمد سيد غريب كل اللاعبين الشباب اللي عندك لو أنت هتروح تجيب لعبين شباب من فرق تانية للمستقبل طبعا أنت عندك شبابك لكن لو أنت رايح تجيب بقى لعيبة خبرات وعندها أسماءها وعايز يبقى عندك تقل في السكواد بتاعك في التشكيلة بتاعتك روح حات بس لو هتجيب شباب أنت عندك شبابك توفير مالي وليه علاقة بالكسة أنه موجود في ابن النادي والقلب والروح والكلام اللي دايما بتسمعه فعندك ده مثلا يعني ده مثلا تصريحات المدير الفني لنادي الإسماعيلي النهاردة كابتن حمزة الجمل قال تصريحات برضو مهمة وقال إن الإسماعيلي خارج من هزائم سقيلة صابقة بسبب ظروف صعبة وقال إنه هو بيوجيد التعامل مع الفشل قال كمان إنه الضربة التي لا تقتلني تزيتني قوة وتعاملت مع اللعبين بشكل إيجابي وطلبت منهم عدم جلد الزات وقلت لهم لديكم رصيد عندي وانا احتاج لتحضير ذهني جيد كابتن حمزة الجمل استلم الفريق في ظروف صعبة جدا استلم الفريق وهو منهج تماما فريق معنويا وبدنيا وكل شيء منهج تماما تعرض لزروف صعبة في بداية مهمته وفاكيرين الاستقالة والعودة من الاستقالة وخلافه بس كابتن حمزة الجمل اللي عامله مع الإسماعيلي السنة دي اعجاز اعجاز ليه؟ إنه الفريق كان خلاص هيهبط هيهبط فاكيرين الإسماعيلي أول الموسم مش أول الموسم لحد ما بعد نص الموسم كمان الإسماعيلي في زي اللي جده للترتيب أو بيصارع الهبوط فجأة النتائج تحسنت فجأة الأداء تحسن فجأة بيننا نتكلم على نجوم بتلعب في الإسماعيلي زي عبد الرحمن مجدي وبتتكلم على الشامي وبتتكلم على المدبولي وبتتكلم على دونجة وبتتكلم على لعبين كسر في النادي الإسماعيلي قدوا بشكل جيد ومميز الفضل الأول يرجع لده للكابتن حمزة الجمل اللي يصطحك كل الإشاة ده على ما فعلوا مع الإسماعيلي في فترة في منتهى منتهى الصعوبة ومن الإسماعيلي النهاردة عمل مباراة محترمة أيضا تحديدا في الشوت الأول معي عبر الهاتف الآن كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشل تحقيق الحالات التحكمية في هذه المواجهة مواجهة الأهلي والإسماعيلي يا كابتن جهاد مشرف ومنورك العادة تريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدين صباح الخير يا فاندم مشرف كابتن جهاد رأيك ايه في الأداية التحكمية في مبارات اليوم لو نتكلم على الحالة التحكمية وفي الآخر نقول رأينا في الآخر لو تجي الحالة جهادة معك كريم فضل الحالة الأولى شك فرق الجزاء للنادر إسماعيلي في الدهة 8 والالتحام حصل لكن الالتحام اللي حصل بين لعب المدفع النادر الأهلي ومعاجم النادر إسماعيلي لا يرقل حتى برق الجزاء مفيش خطأ على مدفع النادر الأهلي وبالتالي التمرار اللعبة والقرار الصحيح من حاكم المباراة مراجعة صحام البار وبالتالي القرار مجمل وصحيح من الحاكم ومحاكم الفقر تمام يا أول لقطة اللقطة الثانية بنتكلم على هدف ملغي للنادر أهلي في داعات التسلل الصورة واضحة والهدف والتسلل الموجود وكان مكافة كبيرة كثيرة كمان المساعد آخر راية في تعليمات البار الهدف تفجل ورفع الراية بعد كده المراجعة من البار التسلل صحيح والحاكم المساعدة الأول فقد القرار الصحيح وبالتالي القرار مجمل وصحيح بغاء هدف الأهلي والتسلل الصحيح وهي واضحة كبتن واضحة كبتن واضحة كبتن صحيح حالة الثالثة نتكلم فيها مطالبة لاعب الأهلي في درج الجزاء في آخر المباراة وكان الحنفي موجود ما كان صحيح وما فيش حاجة للخطأ وإن كان في خطأ يبقى خارج منطس الجزاء لكن فعلا لا يوجد خطأ وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من محمد الحنفي مجمل المواطش النهاردة يا كريم التحكيم سواء الحاكم أو الانتين المساعدين أو الحاكم الباري اللي كان موجود أداة تحكيمة محترم خرج من المواطش ما بيش أي كومنت من نمع التحكيم وبالتالي نتمنى كل المباريات في المنظر ده أداة تحكيمة مميز في التحكيم المصري عارف لها كبتن جاد عشان الحاكم مش محطوط تحت ضغط في المباراة دي ووضع جدا إنه الحكامنا المصريين لما بتحطوش تحت ضغط بيقدوا مباراة كويسة أو ما يتحط تحت ضغط أحيان بتطلع مشاكل يعني أنا برضو ممكن يعني ممكن أخلف معاك فى حاجة بس إن الحكام المصريين ممكن تحت ضغطي بضو يقدوا أداة كويس كدفلك بس يتم إعدادهم بسوها كويسة يعني برضو لا خلال بقى موضوع الضغط ده بيتم الإعداد لعد حاكمي من بداة الموسم عشان نحط تحت ضغوط عشان لما نحط تحت ضغوط كبيرة منافسة وضغوط بعد جاجة مهرية وكده هينجح إن شاء الله في مواجهة ضغوط دي ونفس الأداء اللي مغير ضغوط يقدوا برضو ضغوط موجود حسيت بأي تعليمات من تلاتنبرج حصلت وترجمة على الحكام فى المباراة الماضية هو يعني الراجل أنا أعرف إنه بيعمل بيعمل بريماتش ميتينج مع الحكام دلوقتي أنا ده اللي عرفته معلومة اللي جات لي إنه فيه بريماتش ميتينج مع الحكام حتى لو عم تريد زوم بيتكلم معهم قبل المباراة والمترجم موجود بيترجم اللي جهصل وبعد الماتش فيدي بريفنج للأداة التحكيمة فى المباراة اللي بقى كل حكم برضو عم تريد زوم فده شغل موجود فى الاتحاد الأفريقي موجود فى الاتحاد الأوروبي موجود فى الاتحاد دولي أنا حسيت أنا حسيت أكام تنجاهد بملمح كده اللي هو إيه المباراة ما بيتشتوقف كتير مش كل كرة حد بيوقع بيبقى فيه سفارة معرفش أنا كده مستهيأ لي ولا ده بجانب لا لا لده حقيقة لأنه هو ده قالها في الاجتماع مع المجتمع مع الحكام فى التحاضر المصري اول اللي قام مع الحكام قالك أنه مش عايز سفارة كتير مش عايز فوالية على كل كبيرة وصغيرة صح ده هو قالها قالها صراحة فكان ده توجيه انت على فكرة لما تروح اي طولة او يكون معاك رئيس لجن حكام موجود في اي مكان التوجه بتاعه بيعم الحكام مجرد ما قول تعليمات دي تعليمات بتتبه زي تعليمات البطولة دي تعليمات الراجل أنا عايز كده فبالتالي هو هو المسك اللي لجن الحكام وبالتالي هو قد تعليمات فأول اللي قام مع الحكام حكام اللي حد ما استجابت وبالتالي قالت صفارة قالت توقف اللعب فلينا صحية كابتن كبير كابتن جهاد جريشا خبرنا التحكيمي الكبير أنا بشكرك شكرا جزيلا شرفت ونورت طيب معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي يا فندم صباح الخير مشرف ومنور وبهنيك على انه الإسماعيلي بدأ بدأ روايدا روايدا يرجع تاني النادي الإسماعيلي على مستوى الأداء واللعبين مشرف ومنور شكر جدا الحاجة لي كل الأداء أشكرك يا فندم مشرفنا ومنورنا الإسماعيلي النهاردة تعادل مع النادي الأهلي وحسيت النهاردة ومش عارف رأيك إيه إنه الفريقين تقسموا المباراة الإسماعيلي كان جايد جدا في الشوت الأول والأهلي تحسن في الشوت الثاني شفت كده ولا مشرفت حاجة تانية والله لها أنا يعني شاك إن الإسماعيلي أكثر في ترى كل المباراة ورحت 60 خطيراتين أو 3 يعني بس يعني أنا يعني عرغم الاستخواز لكن يعني شرطا بالجميع النادي إسماعيلي زي ماتش بباكت شيطرنا كابتن حمزة الجمل كابتن حمزة الجمل كنت رسا بأشيد به عمل أداء رائع جدا مع الإسماعيلي في الظروف في منتهى الصعوبة في وقت كان الإسماعيلي بيغير فيه أكتر من مدرب قدرت بسرعة كابتن حمزة الجمل يلم الفرقة ويطلع علينا كمان لعيبة جيدين ما كنا شايفين هم جيدين الفترة اللي فاتت مع النادي الإسماعيلي ده أكيد إنه خامت اللعبين جيدين رأي كيف اللي عمله كابتن حمزة الجمل الجهاز فني محترم اسماعيلي قوي جدا كابتن حمزة كابتن حمزة كابتن حمزة هي جهاز قوي جدا عمل غير من شكل الأداء وطبعا نجح في المنطاع إلى حد كبير جدا الحمد لله يعني كابتن حمزة طيب السؤال اللي بتسأله دايما جميل النادي الإسماعيلي وأكيد حراك أنت عايش مع جميل النادي الإسماعيلي وتتسأله كل 3 دقايق على السؤال ده أنه هنعيش نفس الفترة الصعبة دي الموسم اللي جاي هنعيش نفس الظروف الصعبة دي ولا فيه خطة لتطوير الفريق ودعم الفريق بلعبين جايدين الفترة اللي جاية طبعا أكيد مفيش كلام يعني عاديين بتطور فرقة وعاديين بتعمل الفرقة ورغب المشاكل اللي عندنا المتدية وبين الغربات قصم قيد نحن دي رأيك نشوف حل حل عزيل أجنات سواء عن طريق يعني بعض ومشتد الرياضة وعصة ومشتد الرياضة نحن كمان هنعمل نتفكف الوضواء كده إن شاء الله نعلن عنده خلال أيام قليلة قادمة تدعم الفنادي مش مهين كوي وتدعم تحللنا بعض المشاكل المتدية اللي عندنا ولكن إن شاء الله نخصتنا عدم دعا أي حد من اللعبة للأساسيين ودعم إن شاء الله بالعيبة إن شاء الله نحن كم قيده إن شاء الله ندعم بالعيبة عدم الاستغناء على اللعبين أساسيين أنا هحدد أسماء بقى المحمدي عبد الرحمن مجدي أحمد مدبولي في حد فيه ممكن يمشي ولا واحد من دول هيتم إن شاء الله ولا واحد إن شاء الله دول عمدة أساسية وليممكن تعودهم وليممكن الوصع على بقى أكيد حالك بتسمع عن أنباء أنه توقعوا الأندية ولو بشكل مبدئي كلهم يعني عبد الرحمن وبهب مجددين خمس دونين في قلادي بقى لي لسه في عقده فترة طويلة يعني يعني لكن مفيش نية خالص لداعي حد من الريد قابل طيب ده ده شيء هايل جدا عشان إحنا ده بنا نتحدث إنه الإسماعيل لازم يحافظ على اللاعبين المهمين اللي عنده ويدعم بلعبين آخرين بس لو حالك بتكلمني في ظروف لا علاقة بظروف وأزمات مالية أنت مش حقيقة ممكن تبيع لاعب مهم عندك بمبلغ كبير وتبدأ تستفيد من فلوسه والدعم الفريق بكتر من اللاعب يعني دي برضو أمور تسويية ممكن تحصل في العالم كله مش حاجة كل الفرقة الكبيرة بالتجاه تحقيق لكن لما يكون عندها البديل الجاهز اللي يدر يغطي كلام ده أسلتكم أزيد من أكتر فرقة في العالم اللي يدرى لها تحصل ومجابة قابليها البديل وجابة البديل اللي حصل بجانس كمان بالفرقة يعني تقول ما إذا تحتاجت تحكم على البديل المتويس ولا لا بدون ما يمتنج مع الشباب يعني والإسماعيلي يعني كان في العمره شاطر في الموضوع ده يعني لكن احنا الحقيقة يعني ما نقدرش يمبئ لأقتوام الأساسي ده ان احنا مستمرش نعوض الثلاث قدود على الزبار قوي ما نقدرش نعوض كابتر حسن عبدربو مستمر في الجايز الفن الإسماعيلي المسم القادم كابتر حسن عبدربو إذا أنا بيقوله كده عمود الصاري بتاع الخيمة اللي هو ما يمكن استجناء عنه كابتر حسن عبدربو نجد فيه حسن عبدربو يعني 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 أجبت هذه الفترة إنه دي فورة هايل و يعني يجمع السرقة والمتائج اللي كانت في فرقة اللي دي ما تجيب فيها بعض رفنة خلقه صحيح أستاذ خاليد زين برئيس النادي لإسماعيلي نعم بشكل حقا شكرا جزيلا على هذه المندخلة ونتمنى دايما التوفيق للنادي لإسماعيلي نحب نشوف لإسماعيلي تاني ثالث الأهلي والزمالك في صراع الصدارة والمنافسة على الصدارة ويكون بعد كده بقى مع البيراميز وفيوتشار وإن شاء الله المصري والاتحاد وكل الأندية تنافس على الصدار نحب نشوف دايما لإسماعيلي في أفضل حال ومنظمة مباراة الأهلي والإسماعيلي الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خمس أشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على الحجارة على وتوبيس مشجعي النادي الأهلي ده على هامش مباراة اليوم ما بين النادي الأهلي وما بين النادي الإسماعيلي اللي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف بصوا بقى بكرة بكرة قد يحسم الدوري الممتاز لصالح نادي الزمالك قبل ما يوصل ليوم الثلاث ويلعب مباراة للتحاد السكندري إزاي بيرامدز بكرة عنده مواجهة مع فيوتشر تعادل بيرامدز أو خسارته من فيوتشر تخلي الدوري رسميا للزمالك يبقى الزمالك بطل الدوري تعالوا ريكم الجدول الدوري وهنفهم مع بعض الزمالك في صدارة الترتيب بخمسة أو سبعين نقطة يجي بيرامدز بعديه بكم نقطة بتمانية وستين نقطة يعني لو بكرة بيرامدز اتغلب هيبقى تمانية وستين نقطة لو تعادل هيبقى تسعة وستين نقطة طيب لو بقى تسعة وستين نقطة هيبقى الفرق بينه بالنادي الزمالك ست نقاط ويبقى بقيله مباراةين فقط على نهاية الدوري يعني لو كسب المباراةين والزمالك كسب المباراة المتبكية للتلاتة هيبقى متساوي مع نادي الزمالك بخمسة وسبعين نقطة هنا فرق المواجهات المباشرة خسارة بيرامدز او تعادله تحسم الدوري بكرة قبل ما نروح لمواجهة الزمالك او الاتحاد اللي هي هتبقى يوم الثلاث الزمالك كسب الاتحاد في كل اللي حوالي حتى لو بيرامدز كسب بكرة هو الزمالك بطل الدوري انا بكلمكم على السيناريو اللي ممكن يخلص فيه الدوري بكرة مش يوم الثلاث لما نستنى مواجهة الزمالك والاتحاد الاهلي بقى عنده 64 نقطة وخلاص الامور بالنسبة له حسمت خارج منافسة اللقب الدوري الممتاز عن هذا الموسم فيوتشر في المركز الرابع ب50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن طلاع الجيش اللي عنده 49 نقطة ومنافسة كبيرة قوي بين وطلاع الجيش على المركز الرابع ومنافسة طبعا قائمة بين الاهلي وبرامدز على المركز الثاني لسه يعني فيها كلام وان كان طبعا برامدز اقترب كثيرا من حصل المركز الثاني طلاع الجيش في المركز الخامس زي ما تركوا بتسعة و shorts صموحا في المركز السادس ب 42 نقطة البنك الآلي فيه المركز السابع برصيد 41 نقطة في المركز الثامن فاركو ب40 نقطة الإسماعيلي في المركز التاسع ب37 نقطة المصري في المركز العاشر ب36 نقطة سيراميك لوباترا ب36 نقطة في المركز ال11 والاتحاد السكندري في المركز ال12 ب36 نقطة إمبي في المركز ال13 ب35 نقطة ونيجي بقى على الحدث غز المحلة ب31 نقطة عنده مواجهة قوي جدا مع إستن كامباني لو قدر يكسبها يبعد شوية عن صراع الهبوط الثلاث فلع اللي جيين دول بقى موقفهم في منتهى الصعوبة المكلة عرب 29 نقطة في المركز ال15 الجونة في المركز ال16 بنفس الرصيد وبنفس الرصيد أيضا 29 نقطة إستن كامباني في المركز ال17 ومصر مقصة في المركز الأخير وهبط رسميا ب15 نقطة يعني المنافسة قائمة جدا في صراع الهبوط بين المقرون والجونة وإستن وغز المحلة في الصورة طيب تعالوا نكمل أخبارنا النهاردة ومصدر بن نادي الآلي قال لنا فيه رقم 10 إن إدارة الكرة بن نادي رفضت بشت طلب فيوتشار بخصوص استعارة صلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود وكمان مبلغ مالي للتنازل عن محمد رضا بوبو الآلي أكد إنه عايز بوبو هيدفع مقابل مدي مع تمديد عارة كريم ندفيد وإمكانية عارة صلاح محسن أكتر مش أكتر من كده هو بصراحة طلبة فيوتشار كتير كتير أوي يعني بس بوبو لعيب كويس أوي لعيب كويس أوي بس الأسماء برضو اللي طلبها فيوتشار هي لعيبة مهمة جدا في النادي اللي بجانب المقابل المادي فكتير شوية وكيد ده زي ما بيقولوا كده إيه لعبة مفاوضات أنا بأعرض أقصى حاجة عايزها وممكن ننزل بيها وممكن نتفاوض وممكن ناخد بدل بدل ثلاث لعيبة أخد اتنين لعيبة بس أعلي شوية في الفلوس دي مفاوضات بتحصل بس ده اللي بيحصل في اللحظة الحالية لجنة تخطيب بالنادي الأهلي طلبت من أمير توفيق سرعة تسويق ميكي سوني وبيرسي تاو عشان بعض الصفقات الأجنبية اللي ممكن يضمها الأهلي على حساب الاثنين لعيبة الأزمة إن أمير توفيق عن عدم وجود رغبة حاليا أو عروض بخصوص تاو إنه عروض ميكي سوني بمبالغ قليلة جدا بيرسي ما عندوش عروض بيرسي حتى هذه اللحظة ما عندوش عروض بيرسي تاو ميكي سوني عندو عروض بس مبالغ قليلة جدا طيب ليه بيرسي تاو ما عندوش عروض وميكي سوني عندو عروض بمبالغ قليلة بيرسي تاو رقمه عالي رقمه غالي الفلوس اللي تدفع فيه مش فلوس قليلة عشان قال لي برضو جايبه فلوس كتيرة قوي فما فيش عندها عايز تدفع الرقم ده في بيرت ستاو أصلا لكن ميكي سوني متاح وكده كده ميكي سوني صعب يكمل مع النادي الآله وكده كده الآله هيتطر يستغنى عن أجناب أو اتنين عشان يقدر يضم صفاقات جديدة الفكرة فيه ان الآله عايز بسرعة بسرعة يلحق سوى اللاعبين الأجانب اللي عنده عشان لو ضم اللاعبين أجانب السعر الأجانب اللي عنده هيقل جدا الناس عرفت ان انت كده هتسيبه فالسعر بتاهم يقل جدا فانت لو باعتهم في اللحظة دي ممكن تجيب سعر كويس شوي زي ما حصل قبل كده مع الأنجولي جيرالدو طيب بيتس موسماني قال في تصريحات عبر شبكة سيتي بريس الجنوب الأفريقية انه لم يحصل بيرت ستاو على فرصة كاملة في برايتون حيث وضعوا المدرب خارج خطته للموسم الجديد وتحدثت معه في هذا التوقيت ده هو بتكلم عن ازاي ضم بيرت ستاو مع النادي الاهلي وقال انه بيرت ستاو زعلان من غيابه في النادي الاهلي وقال انه هو غياب موسماني وقال انه هو يتمنى ان اللاعب يشارك الفتر اللي جاية في المباراة تأكيدا للي قلناه في الايام اللي فاتت حول رغبة الفرنسيب باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي في ضم سايد نمار لعب الزمالك الشاب واكدنا ان المدرب تحدث مع اللاعب وقدارت نديه بشكل ودي حول امكانية ضم نمار في الانتقالات الصيفية المقبلة نادي الاتفاق السعودي ارسل امس السبت عرض الرسمية لنادي الزمالك يطلب في ضم سايد نمار وعرض الاطارة الامر على البرتغالي جوزفالدو فريرا اللي رفض رحيل اللاعب واحترافه في الوقت الحالي واكد انه اصبح من الاعمالات الساية بالفريق وما يمكنش ابدا الاستغناء عنه وفعلا سايد نمار بقى من اللاعبين المهمين جدا سايد نمار عقده مع نادي الزمالك مازال سايريا البرتغالي نيلو فنجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة لقى عرضا من نادي الاتحاد الاسكندالي اللي قيادته في الموسم الجديد مصدر بالاتحاد قال لنا في رقم عشرة ان العرض اللي تم تقديمه لبنجادا كان عن طريق طارق السايد لعب الزمالك السابق واللي كان الوسيط في هذه المفاوضات من جدا من جانبه رحب كمان واكد ان رغبته العودة للعمل في مصر واوضح انه سيصل الكاهرة في اقرب وقت لانهاء بعض الامور الخاصة مع اتحاد الكرة ومستحقاته المتأخرة وده اللي تكلمنا فيه قبل كده ان بنجادا هيبقى موجود في مصر مع كالوس كيروش عشان ينهو ازمة مستحقاتهم المالية مع اتحاد الكرة اتحاد سكندالي بنجادا مدرب كبير جدا ومعادي الوقت مدرب كبير جدا هو كابتن محمد عمر اسطورتنا المصرية محمد صلاح النهاردة قال في تصريحات لي انه بيشعر بالارتياح بعد ما مد عقده مع ليفربول وانه اراد البقاء فيه صفوف الردز وفي المدينة اللي هو بيحبها وعن بداية ليفربول في الدولة الانجليزية بالتعادل مع فولهم وكريستاب بلس صلاح قال بالنسبة لي المواجهة الاولى كانت ضد فولهم فان المنافس لعب بطريقة جيدة ونحن لم نكن جاهزين بنسبة 100% لكن الموسم ابتدى للتو ومش هيحصل ابدا ان احنا نخسر في المباريات اللي جاية وقال ما ينفعش الوقت نحكم عن انفسنا من خلال اول مباراتين هنحاول ونكتعد في المباريات المقبلة تحدث عن منافسات كأس العالم 2022 وقال حزين بالطبع اني مش هشارك في البطولة لكن من الممكن ان يكون متواجد وهكون سعيد جدا وهي البطولة تقام في دولة عربية واتمنى ان المنتخبات العربية تقدم افضل ما لديها في هذه البطولة تصرحات موزونة من لعب كبير من اسم كبير نهاردة كان فيه مباريات كثيرة مهمة ومسيرة جدا بمعنى بنقول مسيرة جدا فلازم نبدأ بالدولة الانجليزي اللي كل مبارياته مسيرة في الجولة الثالثة النهاردة ليتز يونيتد عمل مفاجأة كبيرة جدا وفاز على تشيلسي المرشح للقب الدولة الانجليزي فاز عليه 3-0 بأخطاء من مندي وكلبالي أخطاء النهاردة كانت صعبة جدا قدر ليتز يونيتد يفوز على تشيلسي بسلسية واستهام يونيتد خسر قدام برايتون 2-0 وأفضل مباريات الموسم حد الآن في الدولة الانجليزية بعد 3 جوالات مواجهة منشستر سيتي ونيو كاسل يونيتد وانتها بالتعادل 3-3 بعدما كان نيو كاسل متقدم 3-1 وعمل شوط أول تاريخي قدام منشستر سيتي بس منشستر سيتي ما بيهزرش ما بيهزرش المبارة خلصت 3-3 فيه أسست النهاردة الكيبن ديبرون يا جماعة بروحوا ففراجوا عليه في العدف التالي لمنشستر سيتي أسست تاريخي تاريخي في الدولة الاسبانية أتليتك بالباو فاز على فالينسيا 1-0 وبيه ريال عمل مفاجأة برضه أو مش مفاجأة أوي يعني بس نتيجة محترمة جدا 2-0 قدام أتليتك ومدريد وبرشلونة تعادل أو عفوا فاز 4-1 قدام ريال سوسيداد بعدما كان متعادل حتى ديئة 66-1 واحد أو 6 دقائق كان فيه هدفين هدف لبرشلونة في ديئة الأولى عن طريق لباندوفيسكي وهدف تعادل لريال سوسيداد في ديئة 6 وبعد كده من ديئة 66 بدأ برشلونة يسيطر ويقدر يسجل سلسية أخرى بعد الهدف الأول في الدولة الإيطالية نابولي فاز على منزة 4-0 وأطلان تتعادل إيجابيا مع حمل اللقب اسميلا 1-1 في الدولة الألمانية كعادة بيرمونيخ يعني في الدولة الألمانية كسب نتيجة كبيرة قدام بخهم 7-0 ساديو مانيف المبارادي بالمناسبة سجل هدفين 7-0 بيرم دا العادي بتاع بيرمونيخ يعني دي نتائج بتاع بيرمونيخ بس بيدا مش العادي بتاع بريس سان جيرمان بريس سان جيرمان نهاردة كسب ليل 7 برضو 7-1 وبالمناسبة كينينين بابيه سجل أسرع هدف في تاريخ الدولة الفرنسي بعد 8 ثواني من بداية المباراة بأسست مليوني الماسي تعالوا نشوف مباريات الغد عشان فيه بكرة مباراة مهمة أوي تعالوا الأول في الدولة المصري غاز المحلة ساعة 5 ونص هيواجه مصر المقص ودي مباراة مهمة جدا لغاز المحلة سيراميك روباترا هيواجه طلاع الجيش ساعة 5 ونص ودي مهم طلاع الجيش في المنافسة على المركز الرابع وفيوتشر المنافسة أيضا على المركز الرابع هيواجه بيرمدز الذي ينافس ما زال رقميا ينافس على الصدارة في السامنة مساء مواجهة بين فيوتشر وبيرمدز مواجهة حلوة أهم مباراة اليوم بقى بصراحة يوم لتنين منشستر ونايتد في مواجهة ليبربول إنجليزي ساعة 9 مساء وبالمناسبة كاسيميرو مش هيلعب هذه المواجهة عنده مشكلة في التأشيرة ويرجع أو هيجي متأخر لإنجلترا كان فيه توقعات أن كاسيميرو صفقة منشستر ونايتد الجديدة هيشارك في هذه المواجهة ولكن لن يشارك في الدوري الأسباني جيرونا هيواجه ختافي الساعة 10 مساء في الدوري الإيطالي روما هيواجه كريومنزي وسامبوداريا هيواجه يومنز ساعة 9 إلى روما يومنز أحسن بكتير من السنة اللي فاتت أحسن بكتير هلسا مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بعد الفاصل هشرفني وينوارني الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجيل نجم النادي الأهلي الأسبق والكابتن الكبير كابتن أحمد الجمل نجم النادي الإسماعيلي الأسبق خليكم لنظر نبح حلاكم مرة أخرى شرفني وينوارني في هذه الفكرة بخصوص مباراة الأهلي الإسماعيلي وخصوص كثير من الأمور نجم النادي الأهلي الأسبق اسم كبير في تاريخ النادي الأهلي كابتن الكبير كابتن محمد عبد الجيل وكابتن محمد مشرف ومنورك العادي حبيب كبير أخبرك إيه؟ بقت لا قد ما بتبقى حزين بس نرحم بالأول بالكابتن الكبير كابتن أحمد الجمل نجم النادي الإسماعيلي القصبة انا اهد معاه طبعا. طبعا. وطبعا يا كريم انت عارف انا علاقتي بيك عاملة ازاي. ومشرف له انا اهد معك. طب شرف كبير لها يا كبير. منور الدنيا. حزين لها كبت المحمد. انا نفسي يعني نفسي تجي لي ممسوط. اه الامور مش حلوة كبت. في الناد الاهلي. اه. لأ. اه انما للصبر حدود. اه. انا مش هاقصة على اللاعبة. ده اللي محزني بقى ان دولة صمار قطاع ناشئين. اه. معلش يعني دولة اه يشيلوا نادي اهلي. ماينفقش تحكي معناهم لقى يا كبت محمد. لا يا كبت. بيشتغلوا في ظروف صعبة ايه. لا لا لا. وفي ناس عند يعني تبدو انها بيزرق كويسة ايه. انا ما قلتش. اه. اه. انا قلت ما يشيلوش النادي الاهلي. هو انا لما ادفع باللعبة كلها مرة واحدة. انا دفعت بهم وكسر ربطة. اه. مخدتش البطولة وطلقت منها. اه. كان واضح ان الولاد خبرتها قليلة. عشان ادفع فيهم في الاخر. وبقول انا بقيم. لا انا بقى اولا بحرقهم. اولا. لا اكواليتي مش قوي. ان دول يبقى احسن عناصر في قطاعات الناشئين في النادي الاهلي. يعني في كل فرقة فيه ثلاثة اربعة الاقوية جمدين. يطلعوا بيبالوا بالمنظر ده. مع الاحترام للاسماعيلي. اه. وانا قلت الاحمد في الفاصل برا. قلت له انا لو انا مدرب للاسماعيلي هخش امسك بتوع الاسماعيلي دول. اه. اديهم في دماغهم. اه. لي مش هيلاقوا فرصة احسن من كده. انما اه. شيل مصطفى شبير. شيل محمد فوزي. شيل على فترات مدبولة عبر رحمة مجدي. بقي لم ينجح احد. طيب. يا ترى. اه. اه. انت مفروض علينا ميكي سوني. يا ترى عشان تتسوقوه. ولا عشان هيستنى. استحالة هيستنى. ام. يا ترى. اه. سوالش هيكمل بالستايل ده. وفرحان انه بيخشش فينا جوان. حتى في المؤتمر الصاحف يباين ان هو بيقول اي كلام. كلامه مش منطقي. لأ. لأ. لازم حل. لازم حل. اما ما يعني. انا بصراحة. انا اللي شفته ان كتعات النشئين تطلع العيبة زي دي في النادر الاهلي. ام. لا صعب. صعب اول. كابتنى احمد الشوت الاول النهاردة الاسماعيلي كان شوت جيد جدا. الشوت التاني ممكن ده قال شوية. ربما الاهلي حاول يهاجم اكتر الشوت التاني. بس الاسماعيلي في مجمع اعماله الموسم ده كان موسم صعب جدا ويدل بسرعة يلمي نفسه في اخر الموسم. ما فيش شك اه. اه. من من اصعب المواسم اللي مرة بيها النادر الاسماعيلي. بداية غير موفقة. اه اعتقد ان احنا اجي في وقت يعني اعتقد ان النادر الاسماعيلي ممكن نروح لحتة مش كويسة خالص. مهم. ويبقى في. نا بقى بشكل واضح كان. فلي بيصراع الهبوط ده في وقت. في وقت. في وقت. في وقت. في وقت. في وقت. في وقت كان اخر اخر جدول. بالزبطة كريم. بالورقة انا كان النادر الاسماعيلي مهدد. صح. ولكن اه. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى مع مع المجموعة اللي جاءت الجهاز الفني اللي بقادي الكابتن حمزة. اه قدروا يعملوا شغل. قدروا يرجعوا شوية استقل اللعيبة. ده النتية اتحسنت. وصلنا لمركز قدر يطمننا شوية. مهم. ولكن مش ده المقبول ولا ده اللي يرضي جامعيلي اسماعيلي. انت بتكلم في 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 تالت اضلاع خرم مصرية. طبعا. فطبعا انت ما 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 ينفعش. ولا حد هيقبر ان ان النادر اسماعيلي يوصل للمرحلة دي. اه مفيش مفيش كلام ان احنا عندنا مشاكل بقنا فترة. مش السنة دي بس احنا بقنا فترة. واللي حصل للسنة دي ده ناتج سنين كتير. ولكن التنظيم في الحتة الادرية سائل للغاية. والوعود اللي تقالت قبل الانتخابات السنة دي كانت وعود كاذبة وما حصلش منها حاجة. فاعتقد ان لو مفيش وقفة قوية من دلوقتي نقدر نصلح بيها الاخطاء اللي حصلت السنين اللي فاتت. اعتقد الناس مني هيبقى في كارسة اكبر سنة جاية من السنين. هكلمك عن المستقبل بس اروح للمستقبل بتاع الاهلي الاول. النادي الاهلي عدته العدته يعني. طراجل نجم كبير في النادي الاهلي. لو مرت عليه مواسم صعبة موسم اتنين بيبقى دول انطلاقة عظيمة المواسم قادمة عظيمة. بروب صح. متفائل حاسس انه الاهلي اللي جايي ليه جيد بشكل ممتاز هيتحسن الاهلي هيقدر يعمل تدعمات كويسة. ومحتاج النادي الاهلي عشان يظهر بشكل كويسة المواسم القادمة. المسلم اللي جاي تحديدا. احنا بتوعكورة. انت فكر ان انا جاي زعلان. عشان الاهلي تعادل او انا زعلان على المستقبل. انا شايف من فترة وانا كلامي معاك من ست شهور يا كريم. ان اللي جاي ضلمة. ليه? العناصر القديمة اللي هترجع منهم تلاتة لو رجعوا المستوى هم هيبقى كويس. الباقي كله انا عارفش يرجع المستوى. يعني هنقول مثلا افشا لو رجع المستوى شريف حمد فتح السلية. اوكيه? الشناوي طبعا. حسين انا شايف لو فضل المستوى كده. عاجبك النهار ده احمد عبقادر? ام. يعني هارف ياد. ده ده لما نزل ما تقوليش رجع من اصابة. عاجبك حسام حسن. ام. اه الراجل مخلي محمد. طب انت مش مقتنع بمحمد محمود. خلاص سيبوه. سيبوه. انما اخليه في اخر 6 دقايق. وينزل مكان متوسوني. وينزل مكان متوسوني اللي قاعد طول المطش اللي شايف. 5-80 ديئة. 5-80 ديئة. مفيش. ما شوفكش منه حاجة. طب يا طرع ده ليه? فطيب. قطاع الناشئين مش مطلع لعيبة كويسة. اوكيه? هيتعدل. ده لو يتعدل. لو النادي الاهلي بيسمع. وبيسمع لنا بجد. يجيب الناس اللي بتقول اقتراحات. ام. يا جماعة مش عند. انا كابتن كريم من فترة قد بيت قال. ممكن فيه مجملات في الشغل هناك. انا مش بصدق الكلام ده. بس هبتدي. كابتن محمد من الناس اللي تعمل كتراحات. يعني مرضوه لما تقص. العيبة القديمة. يعني مثلا. مثلا. كابتن محسن صالح. كابتن خاليب بيبي. عملوا دورهم. كابتن زكريان ناصف. عملوا دورهم. مع كابتن محول الخطيب طبعا. عملوا دورهم. يعني. طلع كابتن الخطيب ده رئيس دي. لا ما هو في النهاية. لها علاقة بالكورة. ما هو يعني مسؤولة عن الكورة. هو اللي بيعين الناس دي كلها. هو قصود لي رأيه. اكيد يعني. وكابت حسم غالي ما اكيد دي رأيه. تمام. وانا بقول لها اسماء كبيرة. يعني كل اسماء نقطة دي اسماء كبيرة جدا. عملوا دورهم ولا ما عملوش. سنتين اللي فاتوا. بسيد عبد حفيز. عملوا دورهم. ونجحوا. وخدوا بطولات. عملوا المستقبل. نقطة من اول السطر. قطاع النشئين. عمل امن للمستقبل يا كابتن كريم. انا في قطاعات النشئين لما يجي مدرب ماسك فرقة. اللعيب اللي عنده ده اللي طالع. النهارده اللعيبة الميزة اللي بتميزنا. الروح والتخبيط واللوانة حتى قليل في الكورة. الروح بتاعت النجاح المشورة. اه. فانت بتزرع المدرب اللي ماسك فرقة في النشئين ده. بتزرع عنده. بتزرع اللعيب ايه. از كان انت كنت كل تموحك ان انت تقايد في الاهلي سنة واحدة. فلما تيجي تقول للعيب لازم تكسب. لما بقى فيه فرقتين جاية مدربين من فرق اصلا من كطاعات نشئين فرق هنزل الدرجة تانية. ويمسكوا كطاعنا. هيقول للاهلي ايه. هيقول لهم ايه. هيقول لهم ده التعادل ده حلو. فالولاد بتطلع النهارده حاسس ان التعادل العادي بالنسبة لهم ما اكسب. الراجل حتى الاجنبي الخواجة. فرحان بيخش فيه جوان. يا سيدي اوكي انت مش جاي فرقة في وسط الجدول. دي دي بالكطاعات انش. طيب. عشان اجدد واجيب زي ما انت بتقول لانطلاقة. اجيب سبع تمال لعيبة. مينين. احنا بقالنا شهرين انا وانت عمالة ادرب يمين وشمالة عشان اجيب لعيبة من الدور المصري. اه زي اللي موجودين. مش فرق واو. شدي حسين زي اللي موجود? اه ما اضمنوش. لعيب كبير قوي. ولعيب كويس قوي. وناديت بيه من سنتين. تضمنو يروح النادي الاهلي. محسام حسن جاي لك هدافة الدوري. تضمن المدير الفني اللي جاي مالوش حسابات. تضمن هو يلعبه. مصطفى ميسي. لأ لسه. لأ. ما عندنا. احنا جبنا امير سعيود فاكر من عشر سيوه. كان جامد اوي. كان حاوي. دلوقتي امير سعيود جامد جدا. فمصطفى ميسي لسه قدامه سنتين تلاتة. عشان افكر اجيبه. طيب انا عندي كريم ندفد. عندي ناصر ماهر. عندي اه 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 احمد حمد اللي هو في مونتريال. محمد صبحي. محمد صبحي. محمد صبحي. محمد صبحي. محمد صبحي. بجون. والله انا بص انا شايف الشناوي. ولازم يبقى جوه معا تقيل. جام بمصطفى شبير. وعلى فكرة مصطفى شبير النهاردة انا شركته من الحزب لانه هو النهاردة كل الكهر راحت له اتعامل معه. شو. الولد مهوب من زمان. وربنا كرمه ان اول ان ابوه جامد. عارف لو ابوه مش جامد كان الوقت ده تفرغ. انا سألته سؤال في الانترو. هتجيب محمد صبحي كحارس وعد للمستقبل. اه. وعندك مصطفى شبير حارس وعد للمستقبل ومن النادي. اه. دي تجيب محمد صبحي. انا افهم. اه عشان خبرته اكتر. محمد صبحي تحمل ضغوط اكتر. ولعب دوري ممتاز حوالي سنتين دلوقتي تلاتة. اه بالزبط. فده ممكن يشيل مع مصطفى شبير لان شبير الكبير. احد حوالي عشرة سنين ما لعبش وبعدين مسك في الفرصة. فمصطفى لازم يعود عشرة سنين. مش لازم. اه 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 هم بيقولولي الكابت شبير يطلعه احسن اعارة. او النادي الاهلي يعني طلعه اعارة. لأ لعلاقة. لعلاقة. وانا بحق ايه. ليه? لو شبير مش جامد الولد ده اتفرق من زمان. امم. كانش هيخد الفرص دي. والواد لما اخد الفرصة ان انا من ثلاثين. سالك كابت محمد انا دايما يعني اللي النهاردة انا بتكلم على مصطفى شبير وبتكلم عنه بسيد رواسل. انا انا مسلا بقول مصطفى شبير. جول. ما بقولش عشان يعني الكابتن الكبير طبعا كابتن احمد شبير. بس هو الرجل ده انا امارة قدامنا ان هو كويس. طبع. يعني كان ممكن مصطفى شبير يلعب. وكان يبقى سايق جدا. فالطبيعة هنتلع نقول مصطفى شبير يا جماعة سايق ولا يلازم ساعده ليه. اه. يعني. برضو. لأ تقيل. اه. لأ. انه ياخد الفرص دي مصطفى. ابوه ما اخدهاش. امم. ابوه حد ساعده. امم. بس لما ساعدك وتديني امارة زي ما انت بتقول تقف على حيلك. حتش يقدر اتكلم. صح يا طبعا. انا بقولت لك النهاردة في البداية طلع عشبير مصطفى شبير. نفس السؤالة يا كابتان احمد. مستقبل الاسماعيلي. او جميل الاسماعيلي. وكنت سألو استاذ خالد زين دلوقتي نائب رئيس الاسماعيلي هنهزل عني. مستقبل الاسماعيلي ما ينفعش يبقى زي ماضيه. او زي حاضره. مستقبل الاسماعيلي لازم يكون افضل بكتير. الاسماعيلي محتاج ايه عشان مستقبل يبقى افضل. اه. يعني انا مريدش هاتكلم في المباراتي النهاردة. ها. لانه ماينفعش هقيم لعيب الاسماعيلي. بطبعا النهاردة. النادر اسماعيلي بلعبنا شيئي النادي لاحي. طبعا ماينفعش هقيم للاعيب الاسماعيلي. هنتكلم في حتة المستقبل نادر اسماعيلي. مستقبل نادرışماعيلي. اول حاجة اول حاجة. لازم يقفين مصداقية. مع الجماهير. م broader. لان كل الكرام. او كل العود اللي كان بتتقال في الأول هوا. ما فيش حاجة بتحصل. أي حد بيخش هذا إسماعيلي عارف إن المشكلة الأولى والأخيرة في النادر الإسماعيلي فلوس. عندنا مشكلة كبيرة جدا في حتة المادة. وهي دي اللي عاملنا مشكلة. تاني حاجة حتة التخطيط الإداري. عندنا التخطيط الإداري في النادر إسماعيلي برضو في مشكلة. النادر إسماعيلي كمسته أو كان الحاجة اللي بيتميزه زمان إنه هو كان مصنع. كان بيطلع بيطلع لعيبة كتير جدا. بالضبط كده. فده كان بيقلل نسبة الفلوس اللي كان بأي رئيس نادي بيخش النادي بيأسرفها من جيل. وكان بيقلل جدا. بالعكس كمان إنه كان كل سنة لما يطلع له أربع خمس لعيبة. كان بعد سنتين ثلاثة بيبيع اتنين ثلاثة لعيبة من اللي كان بيطلعهم دول. وبياخد عائد كبير جدا. وبيطلع غيرهم وبيروح يتفرج هنا ويجيب لعيبة مواهب قوية جدا. صح. يعني على سبيل المثال ده كابتن عمر جمال عمر جمال اللي احنا جايبينه كده بتليفون ده في ولد اسمه عمر جمال اه روح يتفرج عليه اه جيه لانه واحد دخل عينا الوضة قدي كده ايه ده مين ده يا جماعة؟ نزل الملعب لقينا بيكلم الكورة. صح. عمر جمال بعد سنة سنتين عمر جمال فيه سنة من السنة عمر جمال أفضل لعيبة. يا كابتن لعيبة كتير يا كابتن عماد النحاس يعني اسلام الشاطر خمس جعفر لعيبة كتير. كان فيه عين حلوة كابتن بالزبط يا كابتن انت دلوقتي عندك مشكلة لو محلتش الكلام ده بطرق اخرى انت ما هتفضل في المشكلة دول حياتك دلوقتي دلوقتي كتو عنا شين في الناس معيلي بالزبط كده كأنك دربت ناوي فيه مفيش. وواضح بالزبط يا كابتن واضح اقول لي كده مفيش غير بيومي اللي بيلعب بس من داعناagi يسعين دي واخد الدولي مرة اسماعيلي اه بالمناسبة لو لو يسماعيلي قرر يستاعير لاعبين من الشباب اللي طلهم الأهل والزمالك دلوقتي ما ممكن الاهلي يفكر يطلع بعد اللاعبين للشباب اللي طلهم دول العارة ياخدو خبرة اكتر الزبالك نفس العمر انت حاببين من لعبة الشباب في الاهلي واللعابة الشباب في الزبالك اللي ممكن يبقى موجود في Looking You لو الاسماعيلي عرض استعارته. ماشيك. اه حلو حلو السؤال ده. كابتان عبدالجيل دلوقتي قال من شوية النادي الاهلي محتاج تمان لعيبة صحيح. السبعة تمان لعيبة صحيح. ما الاسماعيلي محتاج كم لعيبة? الاثناشر. كما كابتان? اتناشر. ماشي. بس يعني انا موفق. انت عايزك. لا 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 انا تمان. كم انت عايزك. لا لا انا يا كابتان انا عايزة اتناشر. الاثناشر لعيب. ما لا ما فيه برضو عناصر كويسة موجودة. او نادي الاسماعيلي. اقوة تلعب. مش تمي. لا تلعب. فالا انا فtan pilot حتى التطم explor. بالضطف اعجبني زياد طريق جدا. اعجبني. يعني ابو من مصطفى مصطفى برضو. نفس وانا كنت اتكلم مع كابتان مجيل وتقوله مصطفى لو طلع سنة ولاعب فيها سنة كاملة لعب في دليلعب السنة دايد حيبقى في حتة تانية خلص عجبني فيه كان لعب باسمه سرية بوضو لا بشتلق أولاني شرقية شرقية ولا سرية واسطيلو حيالي السلسة عايز كتير عايز شوالا كابتان بس الولد ده لو لاعب حيجي منه قوي سريع اللي عندهم الباكليفت برضو عجبني برضو ولد صغير وممكن يجي منه ده ده من من الآله لأ لعبة نجزة مالك يعني مثلا يوسف نبيه اسمه ايه؟ يوسف نبيه ده هيبقى امان مصر ده احترف احسن ده يا كابتان هيبقى امان مصر ده بوسا كابتان ده اوروبي يا كابتان اوروبي حاجة حاجة قوية جدا ما شاء الله ربنا يبريك له ويبقى عنده الاصابات ده حاجة هتبقى معدية طبعا نمر مفاجئة مصر كلها فانا ما يعني اتمنى ان اللعبة ديتم موجودة في ناس معيدي طبعا صحيح نستمكملين مع حضراتكم هزا الحوال ممتع جدا مع كابتان الكبير كابتان محمد عبي جيك كابتان الكبير كابتان احمد الجمل بعد عزف واصل نواصل ده انا بحاجة لكم مرة اخرى كابتان محمد مين هيهبط؟ الصدارة خلاص دوري ازنا مالك اه فرقتين من ثلاثة فرقتين من ثلاثة استن المقاولين الجونة واعربهم اه الجونة و لعين المقاولين اخف المباريات استن عنده ماشنكو اقوية من الثلاثة والجونة عنده ماتشين اه استن استن اه ثلاثة عندهم 22 كله الغازل عندوا واحد تلاتين. الغازل عندوا المقصل في المحل. لو كسب خلاص. لأ خلاص بالطوب العرض هيكسبب اربعة وثلاثين خلاص ده عادة. المشكلة في التلات فرق دول. اه. استرين عنده اه زمالك وعنده بيراميدز وقونا عنده برضو اه المزيجي سموحة في سموحة. ما عندهش بيراميد. عنده زمالك الاسماعيلي والبنك الايال. في بقية فرق قوليلة. اه. جيل . اه. تلات فرق جالية. جه Leona. الجونة بقى اللي عندهم موبالاية في المنتهى الصعوبة. عنده برامز وفيوتشر. برامز وفيوتشر. صح? اه. انا اصدق على فرقة منهم اه. 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 اقربهم الجونة. صحيح. الجونة. جابتان احمد. شايف مين ممكن يهبط مع المصر. نفس الكلام هو هو بالمشكلة في في الموتشة اللي بقية. الموتشة اللي بقية. الموتشة اللي بقية الأصعب للجونة. عندهم عندهم موتشة صعبة جدا. رغم اه. فكرونا جماعة الجنة فقدلوا متشاط ايه لو سمعتم. تفضل. اه 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 الرغم ان اه استرن كامبني عنده برضو متوشها كوية. مش 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 سهلة. اه. ولكن ممكن يبقى فيها نتائج ايجابية. ممكن. اه. لكن الجنة لا الموضوع صعب شوية. يعني محتاج محتاج اه هاردورت شوية الفترة دي. فانا اعطي انا كلامي مع زي كابتان كناعمل جديد ان هو الجنة ممكن تبايا الاقربية. الجنة الاقربية. طيب. مم. تيجي نخش على تشكيل الموسم. جديدة دي. حلو كده? حلوة دي. اه. الموسم. الجنة فضل له اسموها في يوتشار برامد. في منطقة صور. جدا. في منطقة. اسموها اصلا عايز يكسب كمان. مم. طيب. هابدأ معك وبعاك نخش على الكابتان احمد. تمام. الله ستشكيلك. تمام. وبعاك نخش على تشكيل الكابتان احمد عب جامل. بس انا هيخد التشكيل. اه. على النهاردة. النهاردة ايه? يعني الاسبوع ده او الشهر ده. او ده تشكيل الموسم كله. الموسم كله. اه. كده تتغير. اتفضل. نبدأ بحراصة المربع. اه. عندك خد بالك. اه. ده اسماء اللي محدودة دي ده بس يعني دي اسماء تفكرك. لكن لو انت عايز تقول اسم من غارج من خارج الاسماء دي براحتك. اه. لا والله الاعداد عندك شطار. طيب. جايبين احسن خمس حراس. انا كانوا موجودين. زي الفور. اه ممكن جنبيهم الهاني برضو الخش. هنبدأ او التشكيل بص كده وراك. اه. اختار الحريس المربع. شغل عالي زي اه. اه. يا جديد. ده يعني على توتر السنة الشناوي. محمد الشناوي. اه طبعا. يال. محمد الشناوي. اه طبعا. اه. اه. برضو. هتلعب خطة الاول. عشان نختارها على الاساسات. ايه. ايه. اربعة اتنين تلاتة واحد. يبقى اتنين مساكين. اتنين مساكين. اه اه الونش وعبد المنعم. الونش. ده على اه. وعبد المنعم. اه اه. ميش. اه زهير ايمن يعني اختار عمر كمال عبد الواحد من الخامسة. زهير ايمن عمر كمال عبد الواحد. اه زهير ايصر. بص فتوح وعلي معلول. فتوح وعلي معلول. علي لو كلمتني من السنة اللي فاتت من اربع خمس سنين. ما خلاش باكلفت في مصر الله اكبر عليه. صح. بس يعني انا فتوح السنة دي دور مع الزمالك. صحيح. صحيح. فيخش فتوح باكلفت. باكلفت. بس مدافع امام عشور والسلية. امام عشور. اه. السلية ده من احسن اللعيبة اللي جات في تاريخ الدفندرات مع الخمس ستة الدفندرات. ومهما نقول ان هو وحش. لا مجهد بتاع. لا السلية ده في حتة تادي يا بجد في الدفندرات. ام. فا امام والسلية. امام عمل موسم حلو اوي. لا امام لعيب متكامل. ام. يعني بيفكرك كده بلعيب الله. يعني هو ممكن يقف جون هيشتغل جنبا. لا لا بحب طريقة لعبه. صحيح. وغير من سلوكه هو على صانع العاب. صانع العاب اه. اللعبة ما بين محمد مجدي افشة وعبدالله السعيد. محمد ابراهيم عبدالله الوادي. احمد سمير. والله محمد ابراهيم عمل موسم كويس السنة دي. ام. يخش مع عبدالله السعيد مع افشة. اختار مين? اه اصل افشة يعني ساعد الاهل السنة دي في متولتين تلاتة كان ليه دور. اه اه. وعبدالله السعيد لا بس اختار افشة اتقصانع العاب. اه على اول ستة شهور. ايش. افشة. على اول ستة شهور اه. جناح يمين? لا ما 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 تحطش حد جنب زيزو. الله اكبر من اول الموسم لاخره. ام. نمبر وان يعني. فهو زيزو ياخد جناح يمين? يبقى افشة وزيزو. اه. افشة صانع العاب. احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو. في المجمع الافضل لعب في مصر السنة دي. اه طبعا. طبعا. وهو مستغل الحتة دي. اه. والكرة مطوعاية. هاي. جناح ايسر? جناح ايسر اللعبة ما بين احمد رفعت واشرف بن شارقي. اه. انا لو كان على الاسبوعين اللي فاتوا دول او الشهر اللي فات ده. اه كنت هدى احمد رفعت. بس لأ. بن شارقي برضو. فاشرف بن شارقي جناح. اشرف بن شارقي. اه. اه. علي دور كبير في فوزيزو المالك والدوري السنة اللي فاتت في السنة. ميش. المهاجم اه. والله انا هخرج برا المصريين المرة دي يعني. مع ان انا بحب احمد عاطف قوي. وشادي حسين. بحبهم جدا جدا جدا. ومستقبل كويس. بس انا قدي لكل واحد حققه. جنق بوكة. جنق بوكة. اه طبعا. مهاجم. اه. طيب. عندك اه. والا. عندك تسع. عندك تسع لعبين تحطهم دكا بصورة. تسع لعبين. من دول. اه. 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 يعني هنحط عواد. هنحط اه. عواد. اه. اسامة جلال. عواد. اسامة جلال. اه. وهنحط اه. انا قلت لك بسرعة بس هما. اكرم توفيق. عواد. ام. واكرم توفيق. ومن تاني? وآآ ممكن يخش معهم آآ يعني علم علول. عواد. انت قلت اللقتي عواد. اكرم توفيق. علم معلول. اه. عالي معلول. اه. ماشي. اه. يخش معهم اه اه اه. اسحاء وياقوب. اسحاء وياقوب. هاي. لان زاد سعادة بيلعب من فوق. صح. 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 ممكن لعب من فوق. صح. اه. احط معهم عبدالله السعيد ومحمد ابراهيم. عبدالله السعيد ومحمد ابراهيم. اه. هنحط رمضان صبحي. وعبدالرحمد مجدي. وراهننا نعايزه يحاس. كده تسعة. كده ايه ده خلاص? خلاص ده كده تشكيلة. تشكيل كابتن محمد عبدالجليل. محمد الشنة وفي حراسة المرمى. خط الدفاع عمر كمال عبدالواحد. الوينش وعبد المنعم وإحمد فتوح. إمام عشور والسلية. محمد مجدي افشا وزيزو بن شارقي وجون ابوكا. دي تشكيل الكابتن محمد عبدالجليل لهذا الموسم. دي ممكن تبقى بتاعة روي فيتوريا في الملشاة الجاية. بس هيحط فرود هنا. آآ مصطفى محمد. وحط رمضان صبحي مكان بنشارك. ماشي. ده المنتخب يعني. اه ومش عايز تحط محمد صلاح. اوه ده محمد صلاح. يعني لأي المحليين. ماشي. ده منتخب المحليين. تشكيل اللي احتراطها لكامتن محمد عبدالجليل لهذا الموسم محمد عواد وسامة جلال اكرم توفيق علي معلول اسحاقه ياعكوبه. محمد ابراهيم وعبدالله السعيد. وانت قطنين مهاجم ورمضان صبحي. ومهاجم. حصد احمد عاطف. واحمد عاطف. هلوة تشكيلة. اه الله تشكيلة. هلوة تشكيلة. نسبتها بعد ما نخلص كده. وبعاكيا ناخد التشكيلة بتاع الكابتل احمد الجمل. وانا متأكد الكابتل احمد الجمل هيعمل تشكيلة غيرها خالص. لا. نعم مش. اختلفات بسيطة جدا. اه. هاي تشكيلة الكابتل محمد عبدالجليل. عمل شغلة حلوة. بس. بلو راح الاهل والزمالك. تفتكر يشتغل. تسمي. اه. 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 بفوض اسألك السؤال ده بس يعني. معلش. انا لأ. اه. انا لأ. برافو علي. ما ضمنوش. اه. موضوع تاني. ايش اهلو زيك. هو مطالق جدا مع يمش. اهلو كويس. اه. بس ما اعتقدش انه اهلو زيك. طيب نروح لتشكيلة الكابتل احمد. الجمل لهذا الموسم. ونبدأ بحراسة المرمى. حراسة كلهم لعبة جمده جدا. مية في المية. جدا. انا احطين اسماع كتير اوي كلهم. امت مدير فني دلوقتي. ماشي. انا انا. انا. اه هتزل الناس وهتلعب ناس والما حدش يزعل. بالضبط انا دلوقتي اعمل تشكيل. بالضبط قد اكسب به. اه. انا انا هبدأ بعود. محمد عواد حريسمari. ها. حبدأ بعود. عواد تغلق وعمل اداء رائع جدا. انا عواد كمان اكرمت فيه لما كانتش صب كنت حبقى يعني لو كانت صبت اول سنة ده كنت حطه طبعا بس عشان مالعبش السنة دي فحط عمر عمر كمال عبد الواحد طبعا زي ما قال كتا عبد جليل فتوحه معلول مش ممكن يعني بس انا بقى انا يعني برضو يعني هميل الفتوح فتوح ماشي سناء الدفاع السناء الوسط المدافع طبعا برضو نفس الكلام سلايا وامام عشور رغم رغم ان ان وليد الكارتي وتوريم عاملين موسم غير طبيعي ريدا بوبو ايه؟ ده ريدا بوبو ده الزمالك والقاهي بتخانوا عليه ده حالك ايوه كابتن سمعت بس برضو ايه انا يعني برضو مش فتوليش غير ماتشين تلاتة هو بيالع في فوتشر صح كده؟ اه ده جاي من دجلة بالزبط كده بس 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 كابتن يعني مع يعني الخامسة مش انا عايزة بخمسة مش قبتن جماعة بلا تتوليش دا مش رون توليش نوعية في الدول المصري دول بناء نوعية اروبية انا عايزة هاني هاني سعيد اه ده قعد اتفرج عالماطش اول ماطش في كاس الامم صح ورح بايا المسافر طيب تعال لانك كمال بايا التشكيل صانع العيب اا صانع العيب اه يعني انا برضو كلهم ليحبها جامدة جدا حلاب عبدالله السعيد عبدالله السعيد ماشي جنح اليمن طبعا زيزو طبعا زيزو الجناح الايصر بن شارقي. اشرب بن شارقي. تمام. ومهاجم سيف الجزيري. سيف الجزيري. طيب. التشكيلة قدامنا اهي. تشكيلة كابتن احمد الجمل عبرمة اكمل معنا. محمد عوات في حراسة المرمى. خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد. والونش وقسامة جلال وفتوح. امام عشور وعمر السلية. عبدالله السعيد وبن شارقي وازيزه. وفي الهجوم. سيف الجزيري. مهاجم صريح في تشكيلة الكابتن احمد الجمل. نروح التشكيلة اللي احتياطية. الشناوي. الشناوي. اه عبد المنعم. محمد عبد المنعم. اه اكرب انا انا مستبعده شوانا لايكش سلادي فمستبعده خلص. سلادي في الاول في اول موسم. اه 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 اه. عمر جابر. عمر جابر. اه. علي معلول. علي معلول. اه توريه. بلادة تورية. اه. محمد إبراهيم محمد إبراهيم عمل موسم حلو قوي 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 محمد إبراهيم من أكثر اللاعبين صنعوا فرص الموسم دو يعني هو عبدالله صنع كريم محمد إبراهيم لعيب خارج أنا بشوفه في نفس الستندوق بتاع عبدالله السعيد العيبة اللي هي المهوبة قوي اللي بيفكره بعدهم را حتين مش طبعية هتحط مين معهم؟ فاضل اتنين طالب اتنين؟ فاضل اتنين اه ماشي اه إبراهيم عادل إبراهيم عادل واحط جون ابوك جون ابوك تشكيل الاحتياطية للكابتن احمد الجمل محمد الشنوى محمد عبد المنعم اكرم توفيق امار جابر علي معلول لا انا مولتش اكرم قولت اكرم لو مشغل هلعبوه انت اخترت عمر جابر اخدت عمر جابر اه مخدش اكرم اصل طيب وحطيت جون ابوكا وحطيت مين تاني؟ إبراهيم عادل ومحمد ابراهيم جوجان ابوكا توازن تمام كده؟ توازن حلو تشكلتين حلوين قوي كابتن محمد شرفت ونورتك العاد دايما بستمتها جدا بتواجدك معنا ايه بك انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد فرحان جدا وسعيد جدا بتواجدك معنا انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم حلائتنا النهاردة بعد الفاصل محمد عبد الوهاب ومحمد جمال نتكلم معهم في شوية كورة محلية وطبعا كورة أوروبية احمد بحراتكم مرة اخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة محمد جمال ومحمد عبد الوهاب هنتكلم معهم في كثير من الأمور المحلية وأكيد العالمية عشان الأمور العالمية النهاردة هنتكلم فيها كتير قوي بس لازم اخطفهم في حتة أهلي وزمالك زي محمد صباح بارك يا جيم كلوا بخير؟ نورك يا كريم ربنا خليك مبسوط معيكم يا جمال بسرعة كده الأهلي النهاردة بسرعة عشان برضو بصراحة اللي بيحصل في أوروبا دي حاجات حلوة مش عايز عديها مش عايز برضو ننغمز في المحلية ونطرق العالمية زي ما بيقولوا في الجمل العريضة يعني بس الأهلي النهاردة خسر الدولي بشكل رسمي وأنا قلت النهاردة في المقدمة عادة الأهلي لما بيخسر موسم أو اتنين وارا بعض بتلاقي بعد كده انطلاق زي القطر شايف الأهلي المستقبل بالنسبة له عمل إزاي؟ طيب خلينا نمسك جزئيتين مهمين جداً رقم واحد جزئية المدرب حتى مباراة اليوم كانت بدأت تتصعد الأزمة والثقة في السوريش جاء من رأس المنظومة في النادي الأهلي من الكابتون محمود الخطيب وبالمناسبة هو عادته دايماً بيثق في خياراته وده حصل مع موسماني بالمناسبة وقت طويل جداً ظل مصراً على موسماني إلى اللحظة الأخيرة هذه الثقة بدأت تهتز وخليني أقول لك أنه الأقرب في اللحظة اللي أنا وكلامك فادي أنه صوريش قد قد لا يكون رجل المرحلة الغضب المتصاعد رغم أن أنا شرحني هنا عشان ونشرح تاني وناخد وقت طويل أنه الرجل ده تحرق ويمكن الناس تزعل مني ومن كلامي أنه يتحمل مسؤولية التعاقد مع أي مدير فني أجنبي في هذه الفترة وأنا عارف الحالة بتاعت الفرق أنها مش هتعمل أي حاجة بأي مدير فني أين كان هو مين في الفترة البعد رحيل لابيتسو كان الأفضل أنه يتم التأجيل مش بس علشان مدير فني هياخد البطولة ومش هياخد البطولة عشان ما تحرقش أي اسم جبته سواريش أو اسم أكبر منه في هذه المرحلة عشان هو غالباً لو في اسم أخر غير سواريش كان هيمر بنفس الظروف أي اسم غالباً يمكن لو اسم أكبر شوية كانت الناس تصبر شوية شوية وكان ممكن يتعامل مع الظروف دي بشكل أفضل شوية فهم يتحملوا عشان يكون أمين تماماً أنه مسؤولية الاختيار الآلية بتاعت الاختيار والتوقيت التوقيت قبل الاتنين التوقيت كان هيحرق أي حد نحن هنا يا كريم نتحدث في الآونة بتاعة رحيل موسيماني يمكن كنا اختلفت معك واتكلمنا كنا متفقين على أنه مسيماني خلاص يعني ما يبقاش موجود لكن اختلفنا على التوقيت اختلفت معك على التوقيت بعد خسارة بتروت في ليلة خسارة بتروت أفريقي قلت لك أنه مسيماني مش هيجي أي مدير فني أجنابي يديك كومبيتمنت باللفز هيديك تعاحد أن أنا هكسب أي حاجة خاصة يا كريم الحالة بتاعة فرقة النادي أهلي فنيا وبدانيا خلاص الكرف نزل ومش هيطلع بأي شكل من الأشكال وده اللي حصل فأتحرق المدير الفني وأنا بقولك أنه مع الحرقة دي الضغوط هتتزايد خلال الفترة اللي جاية ما ظنش أنه سواريش هيكم في النادي الأهلي انت قلت من كم يوم كاتب حاجة على الفيسبوك في صفقة كده صحب؟ ولا أنا مستيق لي قل لي أنا صفقة صفقة ولا كنت بتقولي أن سواريش هيمشي لا شوفت لك خبر يعني اه لا كان في واحد من اللعيبة اللي كان في كلام كتير جداً جداً عليه خلال الفترة اللي فاتت أنه رايح نادي الأهلي رايح نادي الزمالك وخليني أقولك أنه كلام كتير طلع مبارح بعد يعني فات كم يوم كده وبعدين طلع مبارح كلام على أنه انتقال محمد رضا أبوبو تحديداً اللي أنا بشوفه بالمناسبة قلنا كلام ده هنا مسألتاني وتاني مين الموهب اللي ممكن نبني عليها الفترة جاءترك محمد رضا أبوبو وبريمع ده في لايبة كتير لكن اللي اتنين دول أبرز بالنسبة لي في هناك اتفاق مبدئي تم خلاص ما بين النادي الأهلي اللاعب وقع على عقود ورغبة وقع على عقود ورغبة للنادي الأهداء المسوليتي وقع على عقود ورغبة للنادي الأهداء المسوليتي محمد رضا أبوبو ولكن حتى هذه اللحظة لما يتم صياغة الاتفاق أو التفاصيل الصغيرة في الاتفاق ما بين النادي الأهلي وما بين إدارة فيوتشر سواء هيبقى فيه صفقة تبادلية مليون في المية لأن فيوتشر عايز لعباء من الأهلي والأهلي عرض عليه العيبة عشان يقلل الرقم لأن فيوتشر فيوتشر اشترى محمد رضا أبوبو من دجل برقم كبير اقترب من 20 مليون جريه فأكيد هيبقى لو هو عايز يبيعه يبيعه برقم كبير والأهلي مش هيدفع مبالغ كبيرة وخليني أقولك دي برضو على مسؤوليتي الأهلي مش هيدفع مبالغ كبيرة في أي صفقات محلية هيشتغل كله على أن يقلل حجم المبالغ المالية اللي هتدفع في الصفقات المحلية من خلال صفقات تبادلية ده رقم واحد رقم اثنين الأهلي هيدفع كثير في الصفقتين الأجانب اللي الحد دلوقتي اثنين وارد يبقوا ثلاثة عارفهم؟ مانيش ياهوبة لا لا خالص أنا مهتم معرفة مانيش ياهوبة هجيلك دلوقتي عندما أبدوش موادك دي بص أنا يا حابب بس قبل بقبل ما أقولك كبيرين الصفقة يعني هو فيه صفقة خلصت ولسه هم شغالين على اللعيب التاني اللي هو مش في مركز المهاجر انت قلت حاجة في الانترو وخليني أأكد لك عليها انه لم يحدث تواصل بشكل رسمي مع إدارة نادي العين ضحيح اه انا اتكلمت مع الناس في نادي العين مبارح واحنا اتكلمنا مع نايب رئيس نادي العين وقالنا انه ان احنا لسه ما خدناش يعني ما فيش مفادات رسميا مع النادي الاهلي بس كريم البولوك دلوقتي زي ما كنت بتكلم قاعد مع مسؤولي نادي الاهلي في السهل انهما بيحاولوا يشوفوا صيغة يخلصوا بها الصفقة لكن الاهل لم يخاطب مازال لم يخاطب رسميا للعين هو بيستعرض لانه التواصل مع إدارة نادي العين هيكون من خلال الوكيل زي ما الاهلي عمل في اكتر من اللاعب تم الاستعلام عنه اللي حصل قبل كده مع سوفيان رحيمي عشان نفسك في معلومات مغلوطة كده بتحصل ان سوفيان رحيمي كان متاح فري ومجاش الاهلي ده غير صحيح اتنقل في صفقة ب3 مليون دولار من نادي الرجاء لنادي العين في الوقت اللي كان مرشح انه ينضم للنادي الاهلي الرقم اللي هيبقى مطلوب وده من داخل نادي العين الرقم اللي هيبقى مطلوب فيه سوفيان رحيمي لن يقل بأي حال من الاحوال عن 4 مليون دولار ده مش هيقل بأي حال من الاحوال ده اللي هيطلبوه هتنتقل ايه المفاوضات النادي الاهلي بجلسته مع وكيله هتخلص على ايه لكن خلينا اكدلك سوفيان رحيمي يرغب بشد في اللعب للنادي الاهلي متم استطلعه مبكته دي النهاردة ولو وصلوا الى صيغة ملاية مع نادي العين قد يكون لعبا في النادي الاهلي عظيم طولت عليك معلش لا لاه خالص الزمالك خلاص بطل الدوري لان خلينا منطقيين ياكتر منه احترافيين احترافيين انه لسه ولولو النقطة هي ما زالا бл بس الزمالك بيستعد للاحتفال الزمالك بتل الدوري السناء دي السن né فياك كانت بطل الدوري عادة برضه الزمالك لما بيكسب بطولة بتيجي السنة اللي بعدها ووهو بانزل شارج وده بالمناسبة حصل للسنة، السنة bill يكسب فيها الزمالك الدوري والكاس دي بداية الزمالك كانت في منتهى السوق رغم أنه هو ناهي الموسم الماضي بفوز بالدوري بس تستشعر كده أنه الزمالك المرة دي بيبني على النجاحات بلعبين ناشئين وصفقات بيشتغل عليها بشكل كويس الزمالك أهداف كتير قوي غير الفوز بالدوري السندي ولو قارننا الفوز بالدوري السندي بسنة 2004 اللي كانت برضو السنة المتتالية لفوز الزمالك بالدوري المرة التانية على التوالي هنلاقي أنه فيه اختلافات كتير تخلي جمهور الزمالك يشعر بالتفاؤل شوية في 2004 فرقة الزمالك اللي خدت الدوري بدون هزيمة ماشي منها اتنين من أهم قوام الفرقة حسام حسن وبشير التابعي بشير التابعي ساعتها احترف في تركيا وحسام حسن كان طبعا بسبب شوية مناوشات كده مع ساعتها فنجادة المدير الفاني للزمالك الموضوع دلوقتي مختلف تمام ان الزمالك حسم أمره من اللعيبة اللي كانت عايزة تغادر النادي او اللي عقودها بتخلص او اللي كانت طالبة مقابل مادي كويس فالزمالك غير المفهوم شوية بتاع ان اللعيب اقوى من نادي او اكبر من نادي وان اللعيب واخد دعم الجمهور دلوقتي دعم الجمهور منصب على فريرة ومنصب على قرارات مجلس الإدارة الموفقة على كل ما هو في مصلحة نادي الزمالك بالضبط دي حاجة مختلفة تماما الحاجة التانية ان الزمالك 2004 بعد الفوز بالدوري فنجادة ماشي الأكيد ان فريرة مكمل مع نادي الزمالك فدي حاجة بتبين انه بفيه استقرار جو نادي الزمالك للموسم القادر تالت حاجة هو اللعيبة ولاد النادي لان ابن النادي بيفرق كتير جدا عن اللعيب اللي انت جايبه اللعيب محترف او اللعيب جايبه من نادي اخر كنجم فالموضوع ده مختلف عن 2004 فاحنا لو جينا قارن الزمالك فكر جمهوره ودعم جمهوره رايح للمدير الفني ومجلس الإدارة ان اللعيبة مفيش لعيبة تحس ان هم يعني مش اكيد مكمين معاك فيه ولاد نادي كتير غير كده كمان ان حالة النادي الاهلي برضو بتفرق جدا في ان الزمالك وسيطرته تفضل مكملة على بطولة الدوري وحتى كمان في حتة افريقيا الاهلي لسه في حالة عدم توازن زي ما جمالك تكلم ان لسه مدير الفني اللي هيقود الاهلي الموسم القادم مش معروف الموضوع ده كانش موجود في 2004 لو نفتكر ان جزيه جيه في الموسم او في نصف الموسم بتاع الدوري الزمالك قدر يحسنه وفضل مكمل معاه ما بعد كده لغاية السنين العظيمة بتاعة النادي الاهلي ففيش شوية عوامل كده تخلي جمهور الزمالك يتفائل وسيناريو 2003-2004 وعدم استمرار المسيرة بتاعة نادي الزمالك طبعا يعني ممكن يبقى صعب شوية ان هو يتكرر في الموسم ده طيب ده بالنسبة للزمالك وده بالنسبة للنادي الاهلي فحيز على بس الحاجة صغيرة في خصة الزمالك حاجة في نصة إيال انه الزمالك وده المكسب الكبير اللي لازم يبنو عليه لو عايزين يستمروا بالشكل ده رغم رغم البداية المتعسرة ممكن شرحناها الحلقة اللي فاتت ليه بداية فرارة كانت متعسرة لانه بدأ بخروج من دوري الأبطال وثلاث مباريات بدون فوج وبعديها وفي نهاية هذه الفترة المتعسرة اللي هم الشهرين الأولانيين بخصر الزمالك مباراتين متتاليتين مع أمام إنبيو أمام الجيش اللي بان عليه الزمالك إيه محط شودانه قوي مع السوشيال ميديا محط شودانه قوي مع السوشيال ميديا وكمل التجربة ثقة في فرار صح ده قدر الزمالك حالة استقرار اللي كسبته الزمالك لازم يكمل على ده لأنه أنا بقول لك بناء على المعلومات وهذه الثورة اللي أنت بدأت بيها الحلقة النهاردة الثورة الداخلية اللي بتحصل ويعادة ترتيب الأوراق داخل النادي الأهلي يبقى صعبة جدا 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 في زمك لازم يحفظ يمسك في الاستقرار ده بأيدي وثنان أخيرا أن فرارة عنده رصيد عند جمهور الزمالك زي ما كان جوزيه عنده رصيد فأي حد يقدر أنه يديله الثقة ويكمل مع المشروع للآخر طيب عايز أبدأ من عنده هوبا في موضوع انجلترا يلا حصل في الشلسي النهاردة بص انت فاك يا كريم احنا اتكلمنا عن الشلسي وقلنا أن الشلسي بيفتقد للعمق الهجومي كان بيعتمد النهاردة على ستيرلينج كمهاجم برقم تسعة يعني قدام ميسين مونت ولقينا أن الشلسي ما كانش قادر يحول السيطرة بتاعت الكورة بتاعته لفرص خطيرة ولعمق جوة منطقة الجزاء على فكهة ستيرلينج عمل شوت أول رائع جدا لولا الغلطة بتاعتمان دي الغريبة يعني الغلط فيها وخلت أن ليتزي ونويت يقدر يكب المباراة كانت ممكن سيطرة الشلسي يتكمل الغريب في القصة كريم انتوخل بيقول أن أنا مشكلتي أن أنا ما عنديش مهاجم صريح وكان قدامه في السوق متاح جدا رونالدو فدي حاجة يعني بدينك أكتر ما منها أن أنت يعني بتبرر أسباب الهزيمة رونالدو كان يفتح جدا مع الشلسي طبعا طبعا ميون في المئة ميدا وشلسي هيفيد رونالدو هو كلام دلوقتي أن الشلسي بيفكر في مهاجم بشكل كبير ومساك لأن كمان موضوع المساك ده أثر جدا في قوة شلسي الهجومية وأن تخل أفقد شلسي واحد من أهم أسلحته وهو ريس جيمز اللي لعبه جنب كوليبالي وجنب تياجو سيلفا في مركز المدافع التالت بدل ما يلعب كجناح وده أثر جدا واحد من أفضل الأجنحة الأظهرة اللي موجودة في العالم دلوقتي ريس جيمز بدون أي منازع يعني ما فيش الخطة دي مش من طباقة فاندها كتير فمش بس إنه ما كانش فيه مهاجم صريح لا كمان إن ريس جيمز مع وجود أسبالي كواتا كمان الممكن كان يلعب في الحتة دي وريس جيمز يتحرر طبعا فيه مستغل عيبة كتير قوي في تشلسي لازم تشلسي يفكر ألف مرة قبل ما يخليهم في الفريق للموسم ده وأهمهم كان عامل مباراة ولا أسوأ يعني صح مانشستر سيتي ونيو كاسل مباراة من الخال مباراة بريميا الليج مباراة دور إنجليزي ونيو كاسل بصراحة أنا أرضا مفاجئة نجدها بتشوفت كتبت تلاتة تلاتة على فكرة كانت اتنين واحد لنيو كاسل قلت مانشستر ده تلاتة تلاتة مبارح هنا وأنا بقول المباراة بتاعت الغد مباراة بريميا الليج على مدار الموسي يعني أحنا مباراة في الموسم خلاص يعني أي حاجة جاية بعد كده خلاص يعني مانشستر سيتي مش هواجه مباراة صعبة كتير زي مباراة نيو كاسل ده يعني ممكن تعدي القول بالنسبة له فنيو كاسل فعلا عمل مباراة مفاجئة لمانشستر سيتي ربما بسجل تلاتة عداف كممكن يسجل أكتر موس مدرستين مختلفين تماما إيدي أو جوارديولا مدرستين مختلفين تماما قدر نيو كاسل إنه يفرد بأسلوبه الواقعية الشديدة وده نادرة إن حد يفرد أسلوبه على جوارديولا ليه؟ لأنه قدر إنه يعمل بريباريشن كهيس جدا وتحلى بالواقعية الشديدة لكن الناحية الثانية تحت عنوان القدرة القدرة أنت مهما كنت سيء ومهما كان عندك أخطاء هو ده لا يقدر عن قدرة للخالق هم دول النهاردة النتيجة تلاتة واحد نيو كاسل فيه واحد صديقي بيفراج معه على المباراة وطول المباراة دي هتأخذ ساعة ثلاثة أربعة ثلاثة لمنشستر سيتي وكان واحد لمنشستر سيتي يخلصها أربعة ثلاثة القدرة يا كريم أفراد والمجموعة عارف دايما تيجي يقولك هناك أفراد تصنع الفارق سيتي عنده أفراد تصنع الفارق مش بس كده هو عنده منظومة مبنية بشكل كويس جدا مع جوارديولا الأفكار نفسها عنده أخطاء طبعا النهاردة كان عندهم أخطاء مليون في المية قدر إنه مقدرش إنه يفك المشاكل الكتير اللي كانت عنده لأن كان فيه أخطاء كتير على صعيد التاكتك لكن يبقى لما يكون عندك منظومة مع حلول فردية لما تيجي تتكلم على دي برايني لعيب زي هالند النهاردة وكانتش بأفضل حالاته دي براين أصلا عمل أستيست النهاردة وجعل عناية بتاع برنارد وسيلفا بتاع جول الثالث وجعل عناية إزاي؟ إزاي أصلا فكرت في وسط الزحمة إزاي خدت القرار وإزاي الكرة توصل بالشكل ده إزاي أصلا برنارد وسيلفا هنا وإزاي أصلا بيأخده؟ يعني كل التفاصيل مرعبة بس مش عشان ليفر بول بس أنا تعطفت جدا مع نيو كاسل النهاردة اللي لعبته مش أفضل حاجة فنيا بس إحنا بنشوف اللعيب زي جولينتن ده اللي هو أصلا كان مهاجم ورقم تسعة صريح بيلعب في نص الملعب وبيقتل على الكرة وبيعمل فاولات وبيخد إنذارات شوفنا العيب زي دان بيرن مش متعود إنه هو يلعب حتة الباكش مع المغياب تارجت شوفنا إنه كل العيب عندهم كان بيلعب بـ 200% من روحه القتالية والإصرار بتاعه إيه دي هو عجبني قوي في حركة جوارديولا اللي بيعملها من أول السيزن ده فكرة إنه ووكر يبقى هو اللي على الضائرة وإنه يخش جواو كانسيله كجناح بيفضي جابها اليوم سواء دفاعياً أو هجومياً بالنسبة لسيتي لعب عليها سام ماكسيمين واحدة من أفضل مبارياته في التاريخ و سام ماكسيمين بعد المباراة دي هيتنقل في حتة تانية شوية هو العيب كويس قوي ويقرب في الحتة بتاعت المستوى الأول هو العيب كويس قوي لكنه عند الريتيت دخليني بس قبل ما تطلع من حتة بتاعت البريمير ليج أنا لازم 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 أشيط ببارتيت ولازم أشيط بالبقاء بس هيا كنت هسأله بسيغة تانية أنا النهاردة كنت بسأل واحد صديق يعني بيشجع أرسلن بيموت في أرسلن فبقول له تفتكر أرسلن هيكمل كده ولا حلو البدايات فده نفس السؤال هسألو لكم أرسلن مكمل ينافس ولا ده حلو البدايات بص يا كريم في بداية بتاع السيزن أنا كنت عايز أشوف أرسلن أنا لازم مشاجعة أرسلن لكن أنا كنت عايز أشوف عجبني الشغل اللي بتعمل من السيزن اللي فات لكن ما كانش مكتمل لك كانش العناصر بتقدر الترجم لك ده موجودة وهم وجدوا ضلتهم في الجزء الأمامي في خصص مش بس في الجزء الأمامي ووجدوا ضلتهم في ويليام صليبة في الخط الخلفي ووجدوا ضلتهم في الباكليفت في زيتشينكو فقدروا من خلال بعض التدعمات جوه الفريق إنه يبني على منظومة هو ما عملش منظومة جديدة يبني على المنظومة عشان يصلح عوار اللي حصل السيزن اللي فات كان عنده شكل قادر يعمله كان فيه حاجة فيه فكر في دماغ وقايز يطبقه السيزن اللي فات ما قدرش يطبقه بنسبة 100% وجود الأسماء اللي أنا قلتها دي تحديداً سواء زيتشينكو أو الاستخدام الجديد بقى الزيادة اللي دايما بقى يعملها تشاكها دلوقتي خلينا أقولك إن أرسنل السيزن الحالي إذا لما يفقد لاعبين على صعيد الإصابات الطويلة أو كان عنده مشاكل حصلت فجائية جوال تيم لأ أرسنل سيكمل فترة طويلة في السيزن ما أقولك إنه يأخذ بريمير ليج لكن لازم أرتدتها أحايل المجموعة دي المجموعة دي عاملين شغل عظيم جيسوس بالنسبة لي دلوقتي ما عرفش تتفي معي ولا أهو أفضل صفقة في البريمير ليج السيزن طبعاً بدون منازعة دي اللي كان بالضبط دي نوعية المهاجم اللي كان محتاجها أرسنل صبعاً مع طبيعة اللعيبة اللي بيرعبه تحت المهاجم سواء بقى مارتينيلي أو سميث رول لما كان بيلعب ونفس الكلام أوديجارد وساكا أرسنل هيكمل ولا أقاً لو قفل التلفزيون كده في الشامبينز ليج ووراها اليوروباليج وراكز في الدوري هيقدر يكمل لأن أرسنل ما عندهش سكواد دبث في الثلاثة أربعة مراكز في الملعب يعني الحتة الأجنحة يعني بابي خلاص بيخلاص هيمشي من أرسنل قبل قفلس والانتقالات نفس الكلام بالنسبة للسنائي شاكا أو بارتي اللي ليهم تاريخ برضو من التهور والكروط الحمراء والغيابات وحتى كمان الإصابات فالتنين دول خصوياً كمان مع وجود كاس عالم والفرقتين بتوحهم منتخبينهم هيبقوا موجودين في كاس العالم مع الشامبينز ليج اللي أرسنل مش متعود إن هو يلعب بطولة في مستوى عالي جداً بقاله حوالي ثلاثة أو أربعة سنين فأنا شايف إن أرسنل لو حدد أهدافهم من الموسم وقفل موضوع الشامبينز ليج والمنافسة الشامبينز ليج واليوروبا ليج ورجل في الدوري بس بالقايمة بتاعته بدون إصابات حيضاريكاً أنا معاهي دقتين وهسأل كل واحد في ديئة واحدة في أبرة بكرة مانشيستو ناتو ليفربول في أوقع الأبرهند ليفربول أكثر تنظيمة لكنه عمل بداية سيزن ليست بجيدة يعني مانشيستو العمل بكارسية ما أنا أقول لك هو أكثر تنظيماً أكثر حظوظاً الكواليتي في ليفربول أفضل بكتير من اليونيتد ولكن يبقى مباراة كبيرة لكن طبعاً أنا أروح مع ليفربول ما عاوش ليه حس رايح في حتة التعايد والشوية لأن قوة يعني حتى في الأفراد يعني التنهج مش بقيله يعني صاحب بس في الأفراد هو قوة مانشيستر يونيتد وأقوى أفراد في مانشيستر يونيتد في حتة الأجنحة ورونالدو طبعاً فدي أكثر حاجة ممكن تقلق ليفربول مع الضغط العالي والمساحات اللي شفناها ما بين الزهرة وما بين الثنائي الدفاع خصوصاً كمان مع غياب ماتب وغياب كونتي فالموضوع مقلق بالنسبة ليفربول إلا إذا وده مش هيحصل إن كلوب وازن خطيته شوية ويعني تنازل عن موضوع الضغط العالي والضغط من قدام والفيزيكاليتي الرهيبة في فوستر ملعب وده مش هيحصل أنا حسس الموضوع أقرب واحد واحد أو ثانية أممكن يغير فرض فوستر ملعب أو بيعمل الضغط العالي يغير الفلسفة في فوستر ملعب بس إنه يحافظ على إنه في حد بيسابورت الفويتس أو الجاب اللي موجود دايماً في ظاهر الأزيرة لأنهم بيزيو سواء بيرتسون أو أرنلد لازم يبقى في حد موبايل بيتحرك ممكن الفلوم ده ممكن يحل جيمي بتشرف وتنور كلاعيب شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على ألف خير شكراً جزيلاً